بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا عمدة الفقه على مذهب حضر الامة وناشر اعلان السمة العالم الرباني والصديق الثاني احمد ابن محمد ابن حنبل الشيداني تأليف الامام العالم العلم الشيخ موفق الدين ابن كدامى المتوفى سنة ستمائة وعشرين رحمه الله ورده عنهما وجزاهما عنا احسن الجزاء امين دار النشر دار مصر للتباعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمد عبده ورسوله عير مرتاب في سبقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد سحاب بوبقه وما رعد بعد برقه اما بعد فهذا كتاب من الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض اخواني تلخيصة ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى ذلك مؤتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى ربوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها اليها باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره فاذا بلغ الماء كلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والكلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي هامش الرطل يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الزمان وقد ضدت القلة بعض الفقهاء بما يملأ اناء سعته ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وهذا اضبط والمراد ذراع الادمي وهو من المرفق الى اطراف الاصابة انتهى الهامش ونعود الى النص وان تبخ في الماء ما ليس بطهور او خالته فعلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنا على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجب غيرها ولم يجب غيرهما تيمم وفركهما وان اشتبه طهور بطاهر توضع من كل واحد منهما وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس وزاد صلاة وترسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وان كان على الارض قصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعراضي ذنوبا من ماء ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام المضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تغلد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفخش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا عيرها هامش كالاكل او الزينة انتهى الهامش ونعود الى النفس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في اانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة او شعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة الا الادمي وحوان الماء الذي لا يعيش الا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات هامش فانه طاهر والمراد بالنفس الدم الذي يخرج من الحيوان عند غبه انتهى الهامش ونعود الى النص باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دفول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافان ويقدم رجله اليسرى في الدخول والمنا في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان كان في الفضاء ابعد واستفر وارتاد لبوله موضعا رخوا ولا يتبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجارة مثيرة ولا يستقبل شمسا ولا قمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبروها ويجوز ذلك في البنيان فاذا انقطع البول نسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وطرع ثم يستنجي بالماء وان اقتصر على الاستجمار اجزئه اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات منقية ويجوز الاستجمار بكل طواهر الا الروف والعظام وما له قرمة باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينعيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول باسم الله ويرسل كفيه ثلاثا ثم يتمضب ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث ثم يرسل وجهه ثلاثا من نمادة شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والذقل والى اصول الاذنين ويخلل لحيته ان كانت كفيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غصلها ثم يرسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغصل ثم ينسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم ينرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يصل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغصل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغصل مرة مرة ما خل الكفين ونسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وان لا يؤخر غصل عدو حتى ينشف ما قبله والنسنون التسمية وغصل الكفين والمبالغة في المدمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما وتخليل اللحية والاصابع ونسح الاذنين وغصل الميامين قبل المياسر والغصل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء ويسم السواك عند تغير الفن والقيام من الموم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين هامش الجراميق هي خف قصير يعمل من جلد انتهى الهامش ونعود الى النص في الطهارة الصورة يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث الى مثله هامش اي الى ان يأتي مثل الوقت الذي احدث فيه من اليوم الثاني انتهى الهامش ونعود الى النص لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايان ولياليهن والمقيم يوما وليلة ومتى مسح ثم انقض في المدة او خلع قبلها بطل الطهارة ومن مسح مسافرا ثم اقان او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة سافرة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعد بشدها منضع الحاجة الى ان يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على الامامة باب نواقب الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة والربة عن الاسلام واكل لحم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انا ترضأ من لحوم الابل قال نعم ترضأوا منها هانش اي كفر انتهى الهانش ونعود الى النص قيل افن ترضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فترضأ وان شئت فلا تترضأ ومن تيقن التهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدانه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويذلك بدنه بيديه ويفعل كلما كما روت ميمونة قالت سفرت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتست من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم ترضأ وضوءه للصلاة ثم اخاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزاء عنهما وكذلك وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزاء عن جميعها وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فينسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او برض شبيد او خوف العطش على نفسه او ماله او رقيقه او رفيقه او خوف على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير هانش اعوازه او اي فقدانه انتهى الهامش ونعود الى النص فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم وتيمم للباقي رابع الى النص التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطوافة وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر ويوجب الغسل والبلور والاعتداد به هامش اي بالحيض كما اذا طلق رجل زوجته وهي من ذوات الحيض فلابد من اعتدادها به انتهى الهامش ونعود الى النس فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون والمبتدئة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فان انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة وان عبر ذلك فالزائد استحابه وعليها وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضع لوقت كل صلاة وتصلي وهكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود فخينا وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود الفخين وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض الا ان ترد دم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون دم نفاس هامش لان الحيض يتحول الى مادة غذائية للطفل انتهى الهامش ونعود الى النساء باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط واكثره اربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وان عاد في مدة الارضعين فهو نفاس ايضا كتاب الصلاة روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلاوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهم كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء عفاله فالصلاوات الخمس واجبة على كل مسلم بالر عاقل الا الحائب والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا لما جمعها او مشتغل بشرطها فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فان تاب وان لا قتل باب الاذان من الاقامة وهما مشروعان للصلاوات الخمس دون عيرها للرجال دون النساء والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه هامش الترجيع ان يقول الكلمة بصوت منخفض ثم يرجع فيقولها بصوت ارتفع انتهى الهامش ونعود الى النس والاقامة احدى عشرة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات ويستحب ان يؤذن قائما منتطهرا على موضع عالم يستقبل قبله فاذا دلغ الحي على التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر الاقامة ويقول في اذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الاوقاف الا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلا لم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت من النداء فقولوا مثل ما يقول باب شرائط الصلاة وهي ستة الشرط الاول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوب الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من اخر ووقت الظهر الى ان تصفر الشمس فيه يذهب ووقت الاختيار ويبقى ووقت الضرورة الى غروب الشمس ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى ووقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ابركها والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء الاخرة وفي شدة الحر في الظهر الشرط الثالث ستر العورة بما لا يتصف البشرة وعورة الرجل والرجل والامة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وام الولد والمعتق بعضها كالامة ومن صلى في ثوب مرصوب او دار مرصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح للنساء لمن الرجال الا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمة حل لإناثهم ومن صلى الرجال في ثوب واسد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يسطر عورته سطرها فإن لم يكفي جميعها سطر الفرجين فإن لم يكفي ما سطر أحدهما فإن عدن بكل حال صلى جالسا يومئ بالرقوع والسجود وإذا صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا مجسا أو مكانا مجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه الشعط الرابع الطهارة من المجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا المجاسة المعفو عنها كيسير الدن ونحوه وإن صلى عليه مجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المكبرة والحمام والخش وأعطان الإبل وقارعة الطريق الشرط الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستذل بمحاريد المسلمين وإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوفقهما في نفسه انتهى الوجه الأول شرط الثالث النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها باب آداب المشي إلى الصلاة يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقام ويقارب مين خطاه ولا يشبك أصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرباتك أسألك أن تنقذني من المار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما أفاتكم فأتموا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله عيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل هامش أول مفصل سورة قاف إلى آخر القرآن انتهى الهامش ونعود إلى النص وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلاوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتذل قائما قال ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد ويكسر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضبيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو من كذيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجعل عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصل الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهان مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعال إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهمم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيخ الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام باب أركان الصلاة وواجباتها أركانها 12 1- القيام مع القدرة 2- وتكبيرة الإحرام 3- وقراءة الفاتحة 4- والركوع 5- والرفع منه 6- والسجود على السبعة الأعضاء 7- والجلوس عنه 8- والطمأنينة 9- والتشهد الأخير 10- والجلوس له 11- والتسليمة الأولى 12- وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها 10- وواجباتها سبعة 11- التكبير 12- غير تكبيرة الإحرام 12- والتسبيح في الركوع 13- والسجود مرة مرة 13- والتسبيح والتحميد 14- في الرفع من الركوع 14- وقول 15- رب اغفر لي 15- بين السجدتين 16- والتشهد الأول 16- والجلوس له 17- والصلاة على النبي 18- صلى الله عليه وسلم 18- في التشهد الأخير 18- فهذه 19- ان تركها عمدا 20- بطلت صلاته 20- وان تركها سهوا 21- سجد لها 21- وما عدا هذا 22- فسمن 22- لا تبطل الصلاة بعمدها 22- ولا يجب السجود لسهوها 22- باب سجود السهو 23- والسهو على ثلاثة أضرب 24- أحدها 24- زيادة فعل جنس من الصلاة 23- كركعة أو ركن 24- فتبطل الصلاة بعمده 25- ويسجد لسهوه 25- وإن علم وهو في الركعة الزائدة 26- جلس في الحال 26- وإن سلم عن نقص في صلاته 27- أتى بما بقي عليه منها 28- ثم سجد 29- ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة 29- لستوى عمده وسهوه 30- فإن كان كثيرا 30- أبطلها 30- وإن كان يسيرا 31- كفعل النبي صلى الله عليه وسلم 31- في حمله أمامه 31- وفتحه الباب لعائشة 32- فلا بأس 32- هامش 32- أمامه 33- هي بالضم 34- ابنة بنته زينب 34- صلى بالناس وهو حاملها على عاتقه 35- إذا ركع وسجد 35- وضعها 36- وإذا قام حملها 37- رواه الشيخان 37- وأصحاب السلم 38- إلا الترمذي 38- روا أبو داود 39- عنها 39- أي عن عائشة 40- قالت 40- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 41- يصلي 41- والباب عليه 42- مولق 42- فجئت فاستفتحت 42- فمشى ففتح لي 42- ثم رجع إلى الصلاة 43- وقد كان باب حجرتها 43- في جهة القبلة 44- وقريبا منه 44- لصغر الحجرة 45- انتهى الهامش 45- ونعود إلى النص 46- الضرب الثاني 47- النقص 47- كنسيان واجب 48- فإن قام عن التشهد الأول 49- فذكر قبل أن يستكم 49- قائما 50- رجع فأتى به 50- وإن استتم قائما لم يرجع 51- وإن نسي ركما 52- فذكره قبل شروعه 52- في كراءة ركعة أخرى 53- رجع فأتى به 54- وبما بعده 54- وإن ذكره بعد ذلك 55- بطلة التي تركه منها 55- وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات 55- فذكر في التشهد 56- سجد في الحال 56- فصحت له ركعة 57- ثم يأتي بثلاث ركعات 57- الضرب الثالث 58- الشك 58- فمتى شك في ترك ركن 59- فهو كتركه 59- ومن شك في عدد 60- بنا على اليقين 60- إلا الإمام خاصة 60- فإنه يبني على 61- غالب ظنه 61- ولكل سهو سجدتان 62- ثامش 62- ليس المراد 62- تعدد السجود إذا تعدد السهو 63- كما يتبابر 63- وإنما المراد أن كل السجود 64- يكون قبل السلام 64- إلا في مستثني 64- انتهى الهامش 65- ونعود إلى النص 65- ولكل سهو سجدتان قبل السلام 66- إلا من سلم عن نقص في صلاته 67- والإمام إذا بنا على غالب ظنه 67- والناس للسجود قبل السلام 68- فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه 69- ثم يتشهد ويسلم 69- وليس على المأموم سجود سهو 69- إلا أم يسهو إمامه 70- فيسجد معه 71- ومن سهى إمامه 72- أو نابه أمر في صلاته 72- فالتسبيح للرجال 73- والتصفيق للنساء 74- باب صلاة التطوع 73- وهي على خمسة أضرب 74- أحدها السنن الرواتب 74- وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه 75- عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 76- ركعتين قبل الظهر 77- وركعتين بعدها 77- وركعتين بعد الظهر في بيته 77- وركعتين بعد العشاء في بيته 77- وركعتين قبل الفجر 77- حدفتني حفظه 78- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 78- كان إذا طلع الفجر 79- وأذن المؤذن صلى ركعتين 79- وهما آكدها 80- ويستحب تخفيفها 80- وفعلها في البيت أفضل 80- وكذلك ركعة المغرب 80- الضرب الثاني 81- الوتر 81- ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر 82- وأقله ركعة 82- وأكثره إحدى عشرة 82- وأذنى الكمال ثلاث بتسليمتين 83- ويقنط في الثالثة بعد الركوع 83- الضرب الثالث 84- التطوع المطلق 84- هامش 85- التطوع المطلق 85- هو ما ليس مقيدا بوقت 86- فيصليه 86- في أي وقت كان ما عدا أوقات النهي 87- انتهى الهامش 87- ونعود إلى النفس 88- وتطوع الليل أفضل من النهار 89- والنصف الأخير أفضل من الأول 89- وصلاة الليل مثنى مثنى 89- وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 89- الضرب الرابع 89- ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع 89- أحدها التراويح وهي عشرون ركعة 89- بعد العشاء في رمضان 89- والثاني صلاة القسوف 90- فإذا ما قسفت الشمس أو القمر 90- فزع الناس إلى الصلاة 91- إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرأفرادا 92- فيكبر ويقرأ الفاتحة يسورة طويلة 92- ثم يركع ركوعا طويلة 93- ثم يرفع فيقرأ الفاتحة 94- وسورة طويلة دون التي قبلها 94- ثم يركع فيطيل دون الذي قبله 95- ثم يرفع 96- ثم يسجد سجدتين طويلتين 96- ثم يقوم فيفعل 97- مثل ذلك 97- فتكون أربع تكبيرات وأربع سجدات 97- الثالث صلاة الاستسقاء 98- وإذا أجددت الأرض 99- واحتبس القطر 99- خرج الناس مع الإمام 99- متخشعين 99- متبذلين 100- هامش 100- أي لابسي 100- ثياب بذلتهم 100- أي ثيابهم المعتابة 100- غير ثياب الزينة 100- انتهى الهامش 100- ونعود إلى النص 100- متذللين 100- متذرعين 100- فيصلي بهم ركعتين 100- كصلاة العيد 100- ثم يخطب بهم خطبة واحدة 101- ويكثر فيها من الاستغفاء 101- وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به 102- ويحول الناس أرديتهم 102- وإن خرج معهم أهل الجنة 102- لم يمنعوا 103- ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين 103- الضرب الرابع 103- سجود التلاوة 104- وهو أربع عشرة سجدة 104- في الحج 104- منها اثنان 105- ويسن السجود للتالي والمستمع 105- دون السامع 105- ويكبر إذا سجد 10- وإذا رفع رأسه 10- ثم يسلم 10- باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 10- وهي خمس 10- بعد الفجر حتى تطلع الشمس 10- وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدره 10- وعند قيامها حتى تزول 11- وبعد العصر حتى تتضيف 11- هامش تميل إلى الغروب وتقرب منه 12- انتهى الهامش ونعود إلى النص 12- حتى تتضيف الشمس للغروب 12- وإذا تضيفت حتى تغرب 13- فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا 13- إلا إعادة الجماعة 14- إذا أقيمت وهو في المسجد 14- وركعته الطواف بعده 15- والصلاة على الجنازة 15- وقضاء السنن الرواتب في وقت منها 16- وهما بعد الفجر وبعد العصر 16- ويجوز قضاء المفروضات 17- بياب الإمامة 17- رواء أبو مسعود البدري 18- رضي الله عنه 18- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 18- يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله 19- فإن كانوا في القراءة سواء 20- فأعلمهم بالسنة 21- فإن كانوا في السنة سواء 22- فأقدمهم هجرة 22- ولا يأمن الرجل الرجل في بيته 23- ولا في سلطانه 24- ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه 25- وقال لمالك ابن الحوير 26- وصاحبه 27- إذا حضرت الصلاة 28- فليؤذن أحدكما 29- وليأمكما أكبركما 29- وكانت قراءة 30- ولا تصح الصلاة 30- خلف من صلاته فاسدة 31- إلا من يعلم بحدث نفسه 31- ولم يعلمه المأموم حتى سلم 32- فإنه يعيد وحده 32- ولا تصح خلف تارك ركن 33- إلا إمام الحي 33- إذا صلى جالسا لمرض 34- يرجى برؤه 34- فإنهم يصلون وراءه قيامة 34- ولا يتصح إمامة المرأة 35- ومن به سلس البولي والأمي 35- الذي لا يحسن الفاتحة 36- أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم 37- ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتينم 38- والمفترض بالمتنفل 39- وإذا كان المأموم واحدا 40- وقف عن يمين الإمام 39- فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده 40- لم تصح إلا أن تكون امرأة 41- فتقف وحدها خلفه 42- وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه 42- فإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح 43- فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح 43- وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن 44- وكذلك إنام الرجال العراه يقوم وسطهم 45- وإن اجتمع رجال وصبيان وخنافى ونساء 46- قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنافى ثم النساء 47- ومن كبر قبل سلام الإمام 47- فقد أدرك الجماعة 48- ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 49- وإلا فلا 49- باب صلاة المريض 50- والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا 50- فإن لم يطق 51- فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 51- لعمران بن حسين 52- صل قائما 52- فإن لم تستطع فقاعدا 53- فإن لم تستطع فعلى جنبك 53- فإن شق عليه فعلى غهره 54- فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأئي ماء 54- وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه 54- وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها 55- فله الجمع بين الظهر والعصر 55- وبين العشاءين في وقت إحداهما 56- فإن جمع في وقت الأولى 57- اشترط نية الجمع عند فعلهما 58- واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما 59- وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء 59- وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية 60- وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها 61- ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر 62- ويجوز في المطر بين العشاءين 63- باب صلاة المسافر 63- وإذا كانت مسافة سفره 63- ستة عشر فرصخا 64- وهي مسيرة يومين قاصدين 64- هامش 64- يسير الأقدام 65- ودديب الأحمال 65- انتهى الهامش 66- ونعود إلى النص 66- وكان مباحا له 67- فله قصر الرباعية 67- خاصة 67- إلا أن يأتم بمقيم 67- أو لم ينوي القصر 68- أو نسي صلاة حضر 68- فيذكرها في السفر 69- أو صلاة سفر 69- فيذكرها في الحضر 69- فعليه الإتمام 69- وللمسافر أن يتم 70- والقصر أفضل 70- وإن والإقامة 71- أكثر من 21 صلاة أتم 71- وإن لم يجمع على ذلك 71- قصر أبدا 71- باب صلاة الخوف 72- وتجوز صلاة الخوف على كل صفة 72- صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 72- والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين 73- طائفة تحرس 74- والأخرى تصلي معه ركعة 74- فإذا قام إلى الثانية 74- نوت مفارقته 75- وأتمت صلاتها 75- وذهبت تحرس 76- وجاءت الأخرى 76- فصلت معه الركعة الثانية 77- فإذا جلس للتشهد 77- قامت فأتت بركعة أخرى 78- وينتظرها حتى تتشهد 79- ثم يسلم بها 79- وإذا اشتد الغوف 79- صلوا رجالا أو ركبانا 80- إلى القبلة وإلى غيرها 80- يومئون بالركوع والسجود 81- وكذلك كل خائف على نفسه 81- يصلي على حسب حاله 81- ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله 82- من هرب أو غيره 82- باب صلاة الجمعة 83- كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة 82- إذا كان مستوقنا ببناء بينه وبينها فرصح 83- فما دون ذلك 84- إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو غوف 84- وإن حضروها أجزاءتهم 85- ولم تنعقد بهم إلا المعذور 85- إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به 85- هامش 86- المعنى أنه إن كان أحد المذكورين 87- هو المتمم للأربعين 87- لم يصلوها جمعة 88- انتهى الهامش 89- ونعود إلى النص 89- ومن شرط صحتها 89- فعلها في وقتها في قرية 90- وأن يحضرها من المستوطنين بها 90- أربعون من أهل وجوبها 90- وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة 91- حمد الله تعالى 91- والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم 92- وقراءة آية والموعظة 92- ويستحب أن يخطب على منبر 93- فإذا صعد 94- أقبل على الناس فسلم عليهم 94- ثم يجلس 94- وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيغطب 95- ثم يجلس 95- ثم يغطب الخطبة الثانية 96- ثم تقام الصلاة 96- فينزل 96- فيصلي بهم ركعتين 97- يجهر فيهما بالقراءة 97- فمن أبرك معه منهما ركعة أتمها جمعة 98- وإلا أتمها ظهرا 99- وكذلك 99- إذا هرج الوقت 99- أو نقص العدد 99- وقد صلوا ركعة 99- أتموها جمعة 99- وإلا أتموها ظهرا 99- ولا يجوز أن يصلي 99- في المصر 99- أكثر من جمعة 99- إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها 99- ويستحب لمن أتى الجمعة 99- أن يغتسل ويلبس 99- ثوبين نظيفين ويتطيب 99- ويبكر إليها 99- فإن جاء والإمام يغطب 99- لم يجلس حتى يصلي ركعتين 100- يوجز فيهما 100- ولا يجوز الكلام والإمام يغطب 100- إلا الإمام أو من تلمه 100- انتهى الشريط الأول 100- وللكتاب بقية 100- على الشريط التالي 100- الوجه الأول يبدأ حالا 100- وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب 100- باب صلاة العيدين 100- وهي فرض على الكفاية 100- إذا قام بها أربعون من أهل المصر 100- سقطت عن سائرهم 100- ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال 100- والسنة فعلها في الصحراء 100- هامش إلا في مكة 100- فتصلى في المسجد الحرام 100- انتهى الهامش ونعود إلى النص 100- وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر 100- والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة 100- ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب 100- فإذا دخلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين 100- بلا أذان ولا إقامة 100- يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام 100- وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام 100- ويرفع يديه مع كل تكبيرة 100- ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100- بين كل تكبيرتين 100- ثم يقرأ الفاتحة وسورة 101- يجهر فيهما بالقراءة 101- فإذا سلم خطب بهم خطبتين 102- فإذا كان فطرا حفهم على الصدقة 102- وبين لهم حكمها 103- وإن كان أضحى 103- بين لهم حكم الأضحية 104- والتكبيرات الزوائد 105- والخطبتان سنة 105- ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها 106- في موضعها 107- ومن أدرك الإمام قبل سلامه 107- أتمها على صفتها 118- ومن فاتته فلا قضاء عليه 119- فإن أحب صلاها تطوعا 119- وإن شاء ركعتين 119- وإن شاء أربعا 119- وإن شاء صلاها على صفتها 110- ويستحب التكبير في ليلتي العيدين 111- ويكبر في الأضحى 111- عقب الفرائض في الجماعة 112- من صلاة الفجر يوم عرفة 111- يوم عرفة 112- إلى العصر من آخر أيام التشريق 113- إلا المحرم 114- فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر 114- إلى العصر من آخر أيام التشريق 115- وصفة التكبير شفعا 116- الله أكبر الله أكبر 117- لا إله إلا الله والله أكبر 118- الله أكبر ولله الحمد 119- كتاب الجنائز 119- وإذا تيقن موته 119- أغمضت عيناه 111- وشد لحياه وجعل على بطنه 111- مرآة أو غيرها كحديدة 112- فإذا أخذ في غسله 113- سترت عورته 114- ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا 114- ثم يلف على يده خرقه 115- فينجيه بها 116- ثم يوضئه 117- ثم يغسل رأسه 118- ولحييه بماء وسدر 118- ثم شقه الأيمن 119- ثم الأيسر 119- ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة 119- يمر في كل مرة يده 119- فإن خرج معه شيء غسله 111- وسده بقطن 111- فإن لم يستمسك 112- فبطين حر 111- ويعيد وضوءه 111- وإن لم ينقى 112- وإن لم ينقى بثلاث 113- زاد إلى خمس 113- أو إلى سبع 113- ثم ينشفه بثوب 114- ويجعل الطريب في مغابنه 114- هامش 115- المغابن 116- مجمع الوسن 116- كالإبطي ونحوه 117- انتهى الهامش 117- ونعود إلى النص 118- ويجعل الطريب في مغابنه 118- ومواضع سجوده 119- وإن طيبه كله كان حسنا 119- ويجمر أكفانه 119- وإن كان شاربه 111- أو أظافره طويلة 111- أخذ منه 112- ولا يسرح شعره 111- والمرأة 111- يضفر شعرها 112- ثلاثة قرون 111- ويسدل من ورائها 111- ثم يكفن في ثلاثة أكواف 111- وإن كفن في قميص وإزار 122- ولفافة فلا بأس 122- والمرأة تكفن في خمسة أثواب 132- في درع ومقنعة وإزار ولفافتين 143- هامش الدرع هو القميص 144- انتهى الهامش 154- ونعود إلى النص 155- وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه 166- وصيه في ذلك 167- ثم الأب ثم الجد 177- ثم الأقرب فالأقرب من العصبات 178- وفي غسل المرأة الأم 189- ثم الجدت ثم الأقرب فالأقرب من نسائها 189- إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده 189- والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة 1910- ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2010- ثم يكبر ويقول 2010- اللهم اغفر لحينا وميتنا 2110- وشاهدنا وغائبنا 2110- وصغيرنا وكبيرنا 2210- وذكرنا وأنثانا 2210- إنك تعلم منقلبنا ومثوانا 2210- وأنت على كل شيء قدير 2310- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة 2411- ومن توفيته فتوفه عليهما 2511- اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 2611- وأكرم نزله ووسع مدخله 2712- واغسله بالماء والثلج والبرد 2812- ونقه من الخطايا 2812- كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 2812- وأبدله دارا خيرا من داره 2913- وجوارا خيرا من جواره 2913- وزوجا خيرا من زوجه 3013- وأدخله الجنة 3014- وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار 3115- وافسح له في قبره 3115- ونور له فيه 3215- ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه 3215- ويرفع يديه مع كل تكبير 3315- والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3415- وأدنى دعاء الحي للميت والسلام 3515- ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر 3616- وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية 3717- ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع 3818- كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة 3818- بين رجال أو الرجل بين نسائه 3919- فإنه ييمم 4019- إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه 4019- وكذلك أم الولد مع سيدها 4119- والشهيد إذا مات في المعركة 4219- لم يغسل ولم يصل عليه 4219- وينحى عنه الحديد والجلود 4319- ثم يزمل في ثيابه 4319- وإن كفنا بغيرها فلا بأس 4419- والمحرم يغسل بماء وسدر 4519- ولا يلبس مخيطا 4619- ولا يقرب طيبا 4719- ولا يغطى رأسه 4719- ولا يقطع شعره ولا ظفره 4819- ويستحب دفن الميت في لحد 4819- هامش 4919- اللحد هو الشق المائل في القبر 4919- انتهى الهامش 5019- ونعود إلى النص 5019- وينصب اللبن عليه نصبا 5119- كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم 5219- ولا يدخل القبر آجرا 5219- ولا خشبا 5319- ولا شيئا مسته النار 5319- ويستحب تعزية أهل الميت 5419- والبكاء عليه 5519- والبكاء عليه غير مكروه 5519- إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة 5619- هامش 5719- الندب تعداد محاسن الميت 5719- والنياحة رفع الصوت بذلك 5819- انتهى الهامش 5919- ونعود إلى النص 6019- ولا بأس بزيارة القبور للرجال 6119- ويقول إذا مر بها أوزارها 6219- سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين 6219- وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 6319- اللهم لا تحرمنا أجرهم 6419- ولا تفتنا بعدهم 6419- واغفر لنا ولهم 6519- نسأل الله لنا ولكم العافية 6519- وأي قربة فعلها 6519- وجعل ثوابها للميت المسلم 6619- نفعه ذلك 6719- كتاب الزكاة 6719- وهي واجبة على كل مسلم حر 6819- ملك نصابا ملكا تاما 6919- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 6919- إلا الخارج من الأرض 7019- ونماء النصاب من النتاج والربح 7119- فإن حولهما حول أصلهما 7119- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع 7219- السائمة من بهيمة الأنعام 7219- والخارج من الأرض 7219- والأثمان وعروض التجارة 7319- ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا 7419- ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة 7419- فلا شيء في أوقاصها 7519- هامش الوقص هو الشيء الزائد عن النصاب 7519- كالذي بين الخمس والعشر من الإبل مثلا 7619- انتهى الهامش ونعود إلى النص 7619- باب زكاة السائمة وهي الرائية 7719- وهي ثلاثة أنواع 7719- أحدها الإبل 7719- فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة 7819- فيجب فيها شاة 7919- وفي العشر شاتان 7919- وفي خمس عشرة ثلاث شياة 8019- وفي العشرين أربع شياة 8019- إلى خمس وعشرين 8019- ففيها بنت مخاب 8019- وهي بنت سنة 8019- فإن لم تكن عنده 8019- فابن لبون 8019- وهو ابن سنتين 8019- إلى ست وثلاثين 8019- فيجب فيها بنت لبون 8019- فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين 8019- فيجب فيها جذعة وهي لها أربع سنين إلى ست وسبعين 8019- ففيها ابنة لبون إلى إحدى وتسعين 8019- ففيها حقة إلى أشرين ومئة 8019- فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين فيستقر الفرضان إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمسة بنات لبون 8019- ومن وجبت عليه مسنة 8119- هامش هكذا ولعلها ومن وجبت عليه سنن 8119- انتهى الهامش ونعود إلى النص فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما 8119- وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما 8219- النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين 8219- فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة 8319- النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 8419- فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيا ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار 8519- هامش عوار علة انتهى الهامش ونعود إلى النص ولا هرمة ولا الرباء 8619- هامش الرباء التي تربي ولدها ولا الماخض ولا الأقولة هامش هي التي يعرفها صاحبها 8719- انتهى الهامش ونعود إلى النص ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال 8819- ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا 8819- فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها 8919- إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة 8919- وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين 9019- فإن كان فيها بخاتا وعراب وبكر وجواميس ومعز وضأ وكرام ولئام وسمان ومهازيل 9019- أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة 9019- هامش مثلا إذا كان عنده أربعون من الغنم 9019- نصفها معز ونصفها ضأن 9019- وفرضنا أن قيمة الواحدة من المعز أربعة 9019- وقيمة الواحدة من الضأن ستة 9119- أخرج واحدة قيمتها خمسة 9119- انتهى الهامش ونعود إلى النص 9219- وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا 9219- وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا 9319- فحكم زكاتها حكم زكات الواحد 9419- وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم 9519- رجع على خلطائه بحصصهم 9519- ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة 9619- باب زكاة الخارج من الأرض 9619- هو نوعان 9719- أحدهما النبات 9719- فتجب الزكاة منه في كل حب 9819- وثمر يكال ويدخر 9919- إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق 9919- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 9919- ليس في حب ولا ثمر صدق 10019- حتى يبلغ خمسة أوسق 10019- والوسق 10019- ستون صاع 10019- هامش 10019- الصاع أربعة أمداد 10019- والمد ملء اليدين المتوسطين 10019- إذا اجتمعتا 10019- وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 10019- كان أربعة أمداد 10019- وهو خمسة أرطال 10019- وثلث 10019- بوزن الحجاز وبغداد 10019- قبل تغيير الحجاج للرطا 10019- كما حرره الإمام مالك 10019- إمام هارون الرشيد 10019- وأبو يوسف 10019- بإحضار عدة أصواع من بيوت أحفاد الصحابة 10019- رضي الله عنهم 10019- والمد من الحبوب 10019- حفنة 10019- وهي ملء كفي الرجل المعتدل 10019- انتهى الهامش 10019- ونعود إلى النص 10019- والصاع رطل بالدمشقي 10019- وأوقية 10019- وخمسة أسباع أوقية 10019- فجميع النصاب ما قارب 10019- 342 رطلا 10019- وستة أسباع رطل 10019- ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح 10019- ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنراضح 10019- وإذا بدى الصلاح في الثمار واشتد الحب 10019- وجبت الزكاة 10019- ولا يخرج الحب إلا مصفا 10019- ولا التمر إلا يابسا 10019- ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والتمر 10019- ولا فيما يأخذه أجرة لحصابه 10019- ولا يضم صنف من الحب والتمر إلى غيره في تكميل النصاب 10019- إلا أن يكون صنفا واحدا 10019- مختلفا الأنواع كالتمور 10019- ففيها الزكاة 10019- أخرج كل من نوع زكاثه 10019- إن أخرج جيدا عن الردي إجازة 10019- وله أجر 10019- النوع الثاني المعدن 10019- فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب والفضة 101- أو ما قيمته ذلك من الجواهر والكحل والصفر والحديد 101- أو غيره فعليه الزكاة 102- ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية 102- ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان 103- والعنبر والسمك 103- ولا شيء في صيد البر والبحر 104- وفي الركاز الخمس 104- هامش 105- الركاز 105- ما وجد من نقود الكفار 105- أو نقود المسلمين فهي لقطة 106- انتهى الهامش 107- ونعود إلى النص 107- وفي الركاز الخمس 118- أي 119- أي نوع كان من المال 119- قل أو كفر 119- لأهل الفيء 119- وباقيه لواجده 119- باب زكاة الأثمان 119- وهي نوعان 119- ذهب وفضة 119- ولا شيء فيها حتى تبلغ 119- مئتي درهم 119- فيجب فيها خمسة دراهم 119- ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقال 110- فيجب فيه نصف مثقال 110- فإن كان فيها غش 110- فلا زكاة فيهما 111- حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا 111- فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما 111- ليعلم ذلك 112- ولا زكاة في الحلي المباح المعدل لاستعمال والعارية 113- ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة 114- ويباح للرجال من الفضة 114- الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها 115- فأما المعد للكراء والادخار والمحرم 116- ففيه الزكاة 117- باب حكم الدين 118- ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه 119- كالمجحود الذي له بينه 119- والمغصوب الذي يتمكن من أخذه 110- فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى 111- وإن كان متعذرا 111- كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به 112- والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده 113- فلا زكاة فيه 114- وحكم الصداق حكم الدين 114- ومن كان عليه دين 115- يستغرق النصاب الذي معه 116- أو ينقصه فلا زكاة فيه 117- باب زكاة العروض 118- ولا زكاة فيها 119- حتى ينوى بها التجارة 119- وهي نصاب حولا 119- ثم يقومها 119- فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة 110- أخرج الزكاة من قيمتها 111- وإن كان عنده ذهب أو فضة 112- ضمها إلى قيمة العروض 111- في تكميل النصاب 111- وإذا نوى بعروض التجارة القنية 112- فلا زكاة فيها 111- ثم إنوى بعد ذلك التجارة 112- استأنفى له حولا 113- باب زكاة الفطر 114- وهي واجبة على كل مسلم 114- ملك فضلا عن قوته وقوت عياله 115- ليلة العيد ويومه 116- وقدر الفطر 117- صاع من البر 118- وقدر الفطرة صاع من البر 118- أو الشعير أو دقيقهما 119- أو ثويقهما 119- أو من التمر أو الزبيب 119- فإن لم يجده 119- أخرج من قوته 111- أي شيء كان صاعا 112- ومن لزمته فطرة نفسه 111- لزمته 111- فطرة من تلزمه مؤنته 111- ليلة العيد 112- إذا ملك ما يؤدى عنه 111- فإذا كانت مؤنته 112- تلزم جماعة 113- كالعبد المشترك 113- أو المعسر القريب لجماعة 114- ففطرته عليهم 114- على حسب مؤنته 114- وإن كان بعضه حرا 115- ففطرته عليه وعلى سيده 116- ويستحب إخراج الفطرة 117- يوم العيد قبل الصلاة 118- ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد 118- وتقديمها عليه بيوم أو يومين 119- ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة 119- والجماعة ما يلزم الواحد 119- باب إخراج الزكاة 119- لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها 111- إذا أمكن إخراجها 111- فإن فعل 112- فتلف المال 111- لم تسقط عنه الزكاة 112- وإن تلف قبله سقطت 113- ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب 114- ولا يجوز قبل ذلك 115- فإذا عجلها إلى غير مستحقها 116- لم يجزئه 117- وإن صار عند الوجوب من أهلها 118- وإن دفعها إلى مستحقها 119- فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت 119- وإن تلف المال 111- لم يرجع على الآخذ 111- ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة 112- إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها 111- باب من يجوز دفع الزكاة إليهم 111- وهم ثمانية 112- الأول الفقراء 113- وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم 113- بكسب ولا غيره 114- الثاني المساكين 114- وهم الذين يجدون ذلك 115- ولا يجدون تمام الكفاية 116- والثالث العاملون عليها 117- وهم السعاة عليها 118- ومن يحتاج إليه فيها 119- والرابع المؤلفة قلوبهم 119- وهم السادة المطاعون في عشائرهم 119- الذين يرجى بعطيتهم 111- دفع شرهم 111- أو قوة إيمانهم 112- أو دفعهم عن المسلمين 113- أو إعانتهم على أخذ الزكاة 114- ممن يمتنع من دفعها 114- انتهى الوجه الأول 115- الخامس 116- الرقاب 117- وهم المكاتبون 118- وأعتاق الرقيق 119- السادس 119- الغارمون 119- وهم المدينون 111- لإصلاح نفوسهم في مباح 111- أو لإصلاح بين الطائفتين من المسلمين 111- السابع في سبيل الله 112- وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم 113- هامش 114- لا ديوان لهم 114- أي لا مرتب لهم من بيت المال 114- فأما الذي يغطى من بيت المال 115- فلا يغطى من الزكاة 116- انتهى الهامش 117- ونعود إلى النص 118- والثامن بن السبيل 119- وهو المسافر المنقطع به 119- وإن كان ذا يسار في بلده 119- فهؤلاء هم أهل الزكاة 111- لا يجوز دفعها إلى غيرهم 111- ويجوز دفعها إلى واحد منهم 112- لأنه صلى الله عليه وسلم 111- أمر بني زريق 112- بدفع صداقتهم إلى سلمة 113- ابن صخر 114- وقال 114- أقم يا قبيصة 114- حتى تأتينا الصدقة 114- فلنأمر لك بها 115- ويدفع إلى الفقير والمسكين 116- ما يتم به كفايته 117- وإلى العامل قدر عمالته 118- وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه 119- وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه 118- وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه 119- وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده 119- ولا يزاد واحد منهم على ذلك 110- وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة 111- وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم 111- وابن السبيل 112- واربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى 113- وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم 114- لإصلاح ذات البين 114- باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 115- لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب 116- ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم 117- وهم بنوا هاشم ومواليهم 118- ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا 119- ولا إلى الولد وإن سفل 119- ولا إلى الزوجين ولا إلى من تلزمه مؤونته 110- ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر 111- فأما صدقة التطوع 111- فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم 112- ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية أن يأخذها الإمام قهرا 113- وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها 114- لم يجوز إلا الغني إذا ظنه فقيرا 114- كتاب الصيام 115- ويجب صيام رمضان 116- على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم 117- ويؤمر به الصبي إذا عطاقه 118- ويجب بأحد ثلاث أشياء 119- كمال شعبان 119- ورؤية هلال رمضان 119- ووجود غيم أو قطر 119- ليلة الثلاثين يحول دونه 110- وإذا رأى الهلال 110- وحده صام 111- وإذا صام عدلا 111- صام الناس بقوله 111- ولا يفطر إذا رآه 111- وإذا صاموا بشهادة 122- ثلاثين يوما 122- وإذا كان بغيم 122- أو قول واحد 123- لم يفطروا إلا أن يروه 123- أو يكمل العدة 124- هامش 124- يعني إذا لم يروه 124- وإذا اشتبهت الأشهر 123- على الأسير 123- تحرى وصام 123- فإن وافق 124- الشهر 124- أو ما بعده أجزأه 123- وإن وافق قبله لم يجزه 124- باب أحكام الفطرين 124- في رمضان 124- ويباح الفطر في رمضان 123- لأربعة أقسام 124- أحدها 123- المريض الذي يتضرر به 123- والمسافر الذي له القصر 124- فالفطر لهما أفضل 124- وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما 124- الثاني 125- الحائض والنفساء 125- تفطران وتقضيان 126- وإن صامتا لم يجزهما 126- الثالث الحامل والمرضع 127- إذا خافتا على ولديهما أفطرتا 128- وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا 129- وإن صامتا أجزأهما 129- الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 129- فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا 120- وعلى سائر من أفطر القضاء 120- لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج 120- فإنه يقضي ويعتق رقبه 120- فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 120- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 120- فإن لم يجد سقطت عنه 120- فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية 120- فكفارة واحدة 120- وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية 120- وكل من لزمه الإنساك في رمضان 121- فجامع فعليه كفارة 121- ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر 122- فليس عليه غيره 122- ومن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا 123- وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه 124- وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا 125- إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه 126- وكذلك كل نذر طاعة 125- باب ما يفسد الصوم 126- ومن أكل أو شرب أو استعطى 126- أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان 127- فامش الجوف هو البطن 128- انتهى الهامش ونعود إلى النص 129- أو استقاء ثقاء 129- أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى 120- أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل 120- أو احتج معامدا ذاكرا لصومه فسد 121- وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه 122- وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق 122- فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو زرعه القي 123- لم يفسد صومه 124- ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر 125- ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه 126- باب صيام التطوع 125- أفضل الصيام صيام داود عليه السلام 126- كان يصوم يوما ويفطر يوما 126- وأفضل الصيام بعد رمضان 127- شهر الله الذي يدعونه المخرم 128- وما من أيام العمل 129- الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة 129- ومن صام وأتبعه بست من شوال 120- فكأنما صام الدهر كله 120- وصيام يوم عاشوراء 121- كفارة سنة 121- وصيام عرفة 122- كفارة سنتين 122- ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه 122- هامش لأن الصوم يضعف الرجل عن الدعاء والتضرع إلى الله والابتهال إليه في تلك العشية المباركة 123- انتهى الهامش ونعود إلى النص 124- ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس 124- والصائم المتطوع أمير نفسه 125- وإن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه 126- وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة 127- فإنه يجب إتمامهما 128- وقضاء ما فسد منهما 129- ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين 129- يوم الفطر ويوم الأضحى 120- ونهى عن صيام أيام التشريق 120- إلا أنه رخص للمتمتع في صومها 121- إذا لم يجد الهدي 121- وليلة القدر في الوتر 122- في العشر الأواخر من رمضان 122- باب الاعتكاف 123- وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه 124- وهو سنة لا يجب إلا بالنذر 125- ويصح من المرأة في كل مسجد 125- ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة 126- واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل 125- ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد 126- فله فعل ذلك في غيره 127- إلا المساجد الثلاثة 127- فإذا نظر في المسجد الحرام لزمة 128- وإن نظر في مسجد المدينة 128- فله في المسجد الحرام 129- وإن نظر في المسجد الأقصى 129- فله فعله فيهما 120- ويستحب للمعتكث الاشتغال بفعل القرب 121- واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل 122- ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه 123- إلا أن يشترط 124- ولا يباشر امرأة 123- وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه 124- ولم يعرج إليه جاز 124- كتاب الحج والعمرة 125- يجب الحج والعمرة 126- مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الخر 126- إذا استطاع إليه سبيلا 127- وهو أن يجد زادا وراحلة 128- بآلتهما مما يصلح لمثله 129- فضلا عما يحتاج إليه 129- لقضاء دينه ومؤونة نفسه 120- وعياله على الدوام 129- هامش قوله على الدوام 120- إنما يشترط إلى عودته فقط 120- كما ذكره في المغني والشرح الكبير 121- انتهى الهامش 122- ونعود إلى النص 122- ويعتبر للمرأة 123- وجود محرمها وهو زوجها 124- ومن تحرم عليه على التأبيد 125- بنسب أو سبب مباح 124- فمن فرط حتى مات 125- أخرج عنه من ماله حجة وعمرة 126- ولا يصح من كافر ولا مجنون 127- ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما 128- هامش أي عن الفرض 129- فإذا بلغ الصبي أو اعتق العبد 120- وجب عليهم الحج 129- انتهى الهامش 120- ونعود إلى النص 120- ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم 120- ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه 121- أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره 121- باب المواقيت 122- وميقات أهل المدينة ذو الحليفة 123- وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة 123- واليمن يلملم 124- ولنجد قرن 124- وللمشرق ذات عرق 125- فهذه المواقيت لأهلها 126- ولكل من يمر عليها 127- ومن منزله دون الميقات 127- فميقاته من منزله حتى أهل مكة 128- يهلون منها لحجهم 129- ويهلون للعمرة من الحل 129- ومن لم يكن طريقه على ميقات 120- فميقاته حذو أقربها إليه 121- ولا يجوز لمن أراد دخول مكة 121- تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح 122- وحاجة تتكرر 123- كالحطاب ونحوه 124- ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه 125- وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات 126- ولا دم عليه 127- لأنه إحرام من الميقات 127- فإن أحرم من دونه فعليه دم 128- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع 129- والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات 129- فإن فعل فهو محرم 120- هامش 120- أي من أحرم قبل الميقات 121- إن عقد إحرامه 121- انتهى الهامش 122- ونعود إلى النص 122- وأشهر الحج 123- شوال 124- وذو القعدة 124- وعشر من ذي الحجة 123- باب الإحرام 124- من أراد الإحرام 124- استحب له أن يغتسل 124- ويتمظف ويتطيب 125- ويتجرد من المخيط 126- ويلبس إذارا ورداء أبيضين نظيفين 126- ثم يصلي ركعتين ويحرم عاقبيهما 127- وهو نوي الإحرام 128- ويستحب أن ينطق به 129- ويشترط 129- ويقول 129- اللهم إني أريد النسك الفلاني 129- فإن حبسني حابس 129- فمحلي حيث حبسني 120- وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران 120- وأفضلها التمتع ثم الإفراد 120- وهو أن يحرم بالحج مفردا 121- ثم القران 120- وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج 121- ولو أحرم بالحج 122- ثم أدخل عليه العمرة 122- لم ينعقد إحرامه بالعمرة 123- فإذا استوى على راحلته لبى فقال 124- لبيك اللهم لبيك 125- لبيك لا شريك لك لبيك 125- إن الحمد والنعمة لك والملك 126- لا شريك لك 126- ويستحب الإكثار منها 127- ورفع الصوت بها لغير النساء 128- وهي آكد فيما إذا على 129- نشزا أو هبط واديا 129- أو سمع ملبيا 120- أو فعل محظورا ناسيا 120- أو لقي ركبا 120- وفي أدبار الصلاة المكتوبة 121- وبالأسحار 121- وإقبال الليل والنهار 122- باب محظورات الإحرام 122- وهي تسعة 123- حلق الشعر وقلم الأغفار 124- ففي ثلاثة منها 124- دم وفي كل واحد فما دونه مد طعام 124- وهو ربع صاع 125- وإن خرج في عينه شعر فقلعه 125- أو نزل شعره 126- فطفى على عينيه 127- أو انكسر ظفره 128- فقصه فلا شيء عليه 129- الثالث 120- لبس المخيط 129- إلا ألا يجد إزارا 129- فيلبس سراويل 120- أو لا يجد نعلين 120- فيلبس خفين 121- ولا شيء عليه 121- الرابع تغطية الرأس 122- والأذنين منه 122- الخامس الطيب 123- في بدنه وثيابه 123- السادس قتل صيد البر 124- وهو ما كان وحشيا مباحا 124- أو متولدا منه ومن غيره 123- فأما صيد البحر 124- والأهلي 125- وما حرم أكله 126- فلا شيء فيه 126- السابع عقد النكاح 126- لا يصح منه 137- ولا فدية فيه 138- الثامن المباشرة 148- لشهوة فيما دون الفرج 149- فإن أنزل بها ففيها بدنه 159- وإلا ففيها شاه 159- التاسع الوطء في الفرج 159- فإن كان قبل التحلل الأول 161- فسد الحج 161- ووجب المضي في فاسده 162- والحج من قابل وعليه بدنه 172- وإن كان بعد التحلل الأول 173- ففيه شاه 173- ويحرم من التنعيم ليطوف محرما 174- وإن وطئ في العمرة أفسدها 174- وعليه شاه 174- ولا يفسد النسك بغيره 175- والمرأة كالرجل 185- إلا أن إحرامها في وجهها 186- ولها لبس المخيط 187- باب الفدية 187- وعلى ضربين 188- أحدهما 199- على التخيير 209- وهي فدية الأذى 209- واللبس والطيب 209- فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام 209- أو إطعام ثلاثة أعصع 219- من تمر لستة مساكين 229- أو ذبح شاه 229- وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم 229- إلا الطائر 229- فإن فيه قيمته إلا الحمامة 229- ففيها شاه 229- والنعامة فيها بدنة 229- ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام 229- فيطعم كل مسكين مدم 229- أو يصوم عن كل مد يوما 229- الضرب الثاني على الترتيب 229- وهو هدي التمتع 229- يلزمه شاه 229- فإن لم يجد 229- فصيام ثلاثة أيام في الحج 229- وسبعة إذا رجع 229- وفدية الجماع بدنه 229- فإن لم يجد 229- فصيام كصيام التمتع 229- وكذلك الحكم في البدنة 229- فإن لم يجد 229- فصيام عشرة أيام 229- ومن كرر محظورا من جنس 229- غير قتل الصيد 229- فكفارة واحده 229- فكفارة واحدة 229- إلا أن يكون قد كفر عن الأول 229- فإن عليه للثاني كفارة 229- وإن فعل محظورا من أجناس 229- فلكل واحد كفارة 229- والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد 229- يستوي عمده وسهوه 229- وسائر المحظورات لا شيء في سهوها 229- وكل هدي أو إطعام 229- فهو لمساكين الحرم 229- إلا فدية الأذى 229- فيفرقها في الموضع الذي حلق به 229- وهدي المخصر ينحره في موضعه 229- وأما الصيام فيجزئه بكل مكان 229- باب دخول مكة 229- يستحب أن يدخل مكة من أعلاها 229- ويدخل المسجد من باب بني شيبة 229- اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم 229- فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده 229- ودعا 229- ثم يبتدئ بطواف العمرة 229- إن كان معتمرا 229- أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا 229- فيطبع بردائه 229- فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن 229- وطرفيه على عاتقه الأيسر 229- ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه 229- ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر 229- اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك 229- واتباعا لثنة نبيك صلى الله عليه وسلم 229- ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره 229- فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر 229- ويمشي في الأربعة الأخرى 229- وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل 229- ويقول بين الركنين 120- ربنا آتنا في الدنيا حسنة 120- وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 120- ويدعو في سائره بما أحد 121- ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو 122- ثم يعود إلى الركن 123- فيستلمه ثم يخرج إلى الصفى من بابه 124- فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه 125- ثم ينزل فيمشي إلى العلم 126- ثم يسعى إلى العلم الآخر 125- ثم يمشي إلى المروة 126- فيفعلك فعله على الصفى 126- ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه 127- ويسعى في موضع سعيه 128- حتى يكمل سبعة أشواط 128- يحتسب بالذهاب سعيه 129- وبالرجوع سعيه 129- يفتتح بالصفى ويختتم بالمروة 129- ثم يقصر من شعره 120- إن كان معتمرا وقد حل 121- إلا المتمتع إن كان معه هدي 121- والقارن والمفرد 122- فإنه لا يحل 122- والمرأة كالرجل 123- إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي 124- باب صفة الحج 125- وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة 126- وخرج إلى جبل عرفات 127- فإذا زالت الشمس يوم عرفة 128- صل الظهر والعصر 129- يجمع بينهما بأذان وإقامتين 129- ثم يروح إلى الموقف 120- وعرفات كلها موقف 120- إلا بطم عرنة 120- ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم 120- أو قريبا منه على الجبل 121- قريبا من الصخرة 122- ويجعل جبل المشات بين يديه 123- ويستقبل القبلة ويكون راكبا 124- ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 125- له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 126- ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس 127- ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة 128- عن طريق المأزمين 129- وعليه السكينة والوقار 129- ويكون ملبيا ذاكرا الله عز وجل 120- فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال 121- يجمع بينهما 122- ثم يبيت بها 123- ثم يصل الفجر بغلس 124- ويأتي المشعر الحرام 125- فيقف عنده ويدعو 126- ويكون من دعائه 126- اللهم كما وقفتنا فيه 127- وأريتنا إياه 127- فوفقنا لذكرك كما هديتنا 128- واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق 129- فإذا أفضتم من عرفات 120- فاذكروا الله عند المشعر الحرام 121- الآيتين 122- إلى أن يسفر 122- ثم يدفع قبل طلوع الشمس 122- فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر 133- حتى يأتي منا 144- فيبتدئ بجمرة العقبة 155- فيرميها بسبع حصيات كحص الخذف 166- ويكبر مع كل حصاه 167- ويرفع يديه في الرمي 178- ويقطع التلبية بابتداء الرمي 179- ويستبطن الوادي 179- ويستقبل القبلة ولا يقف عندها 179- ثم ينحر هبيه 171- ثم يحلق رأسه أو يقصره 171- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء 172- ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة 172- وهو الطواف الذي به تمام الحج 173- ثم يسعى بين الصفا والمروة 174- إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم 174- ثم قد حل من كل شيء 175- ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحد 175- ويتضلع منه ثم يقول 176- اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا 177- وريا وشبعا وشفاءا من كل داء 178- واغسل به قلبي 179- واملأه من خشيتك وحكمتك 179- انتهى الشريط الثاني 179- وللكتاب بقية على الشريط التالي 171- الوجه الأول يبدأ حالا 171- وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب 172- باب ما يفعله بعد الحل 173- ثم يرجع إلى منا 173- ولا يبيت لياليها إلا بها 174- يرني بها الجمرة بعد الزوال من أيامها 174- كل جمرة سبع حصيات 175- يبتدئ بالجمرة الأولى 175- فيستقبل القبلة ويرنيها بسبع كما رمى جمرة العقبة 176- ثم يتقدم 177- فيقف فيدعو الله 178- ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك 179- ثم يرمي جمرة العقبة 179- ولا يقف عندها 179- ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك 179- فإن أحب أن يتعجل في يومين 171- خرج قبل الغروب 171- فإن غربت الشمس وهو بمنا 172- لزمه المبيت بمنا والرمي من غد 172- فإن كان متمتعا أو قارنا 173- فقد انقضى حجه وعمرته 174- وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم 174- فأحرم بالعمرة منه 175- ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى 175- ويحلق أو يقصر 176- فإن لم يكن له شعر 177- استحب أن يمر الموسى على رأسه 178- وقد تم حجه وعمرته 179- وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد 179- لكن عليه وعلى المتمتع ذم 179- لقوله تعالى 179- فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 120- فما استيسر من الهدي 120- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 120- وسبعة إذا رجعتم 121- وإذا رأى القفول 121- هامش وهو الرجوع 122- انتهى الهامش ونعود إلى النص 123- لم يخرج حتى يودع البيت 122- بطواف عند فراغه من جميع أموره 123- حتى يكون آخر عهده بالبيت 124- فإن اشتغل بعده 124- بتجارة أعادة 125- ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم 125- بين الركن والباب 126- فيلتزم البيت ويقول 126- اللهم هذا بيتك 127- وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك 128- حملتني على ما سخرت لي من خلقك 129- وسيرتني في بلادك 129- حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك 120- وأعنتني على أداء نسكي 121- فإن كنت رضيت عني 121- فازدد عني رضا 122- وإلا فمن الآن 122- قبل أن تنأى 122- عن بيتك داري 123- فهذا أوان صرافي 123- إن أذنت لي 123- غير مستبدل بك ولا ببيتك 123- ولا راغبا عنك ولا عن بيتك 124- اللهم اصخبني العافية في بدني 125- والصحة في جسمي 125- والعصمة في ديني 126- وأحسن منقلبي 126- وارزقني طاعتك ما أبقيتني 127- واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة 128- إنك على كل شيء قدير 129- ويدعو بما أحب 129- ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 120- فمن خرج قبل الوداع 121- رجع إليه إن كان قريبا 122- وإن بعدا 123- بعث بدم إلا الحائض والنفساء 124- فلا وداع عليهما 125- ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء 126- باب أركان الحج والعمرة 126- أركان الحج الوقوف بعرفة 137- وطواف الزيارة 138- وواجباته 149- الإحرام من الميقات 159- والوقوف بعرفة إلى الليل 169- والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل 169- والسعي والمبيت بمنى 169- والرمي والحلق 169- وطواف الوداع 161- وأركان العمرة 161- الطواف 162- وواجباتها 172- الإحرام والسعي والحلق 173- فمن ترك ركنا 174- لم يتم نسكه إلا به 174- ومن ترك واجبا 175- جبره بدم 175- ومن ترك ثنة 176- فلا شيء عليه 176- ومن لم يقف 177- بعرفة حتى طلع الفجر 187- يوم النحر 188- فقد فاته الحج 189- فيتحلل بطواف وسعي 199- وينخر هديا إن كان معه 209- وعليه القضاء 209- وإن أخطأ الناس العدد 209- فوقفوا في غير يوم عرفة 211- أجزأهم ذلك 211- وإن فعل ذلك نفر منهم 222- فقد فاتهم الحج 222- ويستحب لمن حج 222- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 233- وقبري صاحبيه رضي الله عنهما 234- هامش 244- الأصل في الاستحباب 245- زيارة المسجد النبوي 255- ائتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 266- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 277- ومنها المسجد النبوي 278- وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم 288- وقبر صاحبيه رضي الله عنهما 299- إنما تكون تبعا لهذه الزيارة 299- انتهى الهامش ونعود إلى النص 309- باب الهدي والأضحية 309- والهدي والأضحية سنة 309- لا تجب إلا بالنذر 3010- والأضحية أفضل من الصدقة بثمانها 3110- والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم 3110- ويستحب استحسانها واستسمانها 3210- ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه 3310- وثني الإبل ما كمل له خمس سنين 3410- ومن البقر ما له سنتان 3510- ومن المعز ما له سنة 3610- وتجزئ الشات عن واحد 3710- والبقرة والبدنة عن سبعة 3810- ولا تجزئ العوراء البين عورها 3910- ولا العجفاء التي لا تنقى 4010- ولا العرجاء البين ضلعها 4010- ولا المريضة البين مرضها 4110- ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها 4210- وتجزئ الجماء 4210- هامش الجماء التي لم يخلق لها قرن 4310- والبتراء مقطوع الذنب 4310- انتهى الهامش ونعود إلى النص 4410- وتجزئ الجماء والبتراء والخصي 4410- وما شقت أذنها أو خرقت 4510- أو قطع أقل من نصفها 4510- والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 4610- وذبح البقر والغنم على صفاحها 4710- ويقول عند ذلك 4710- بسم الله والله أكبر 4810- اللهم هذا منك وإليك 4810- ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم 4910- وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل 4910- ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق 5010- وتتعين الأضحية والهدي بقوله 5110- هذا هدي وإشعاره 5210- وتقليده مع النية 5210- هامش 5310- الاشعار هو جرح الدابة في صفح سنامها 5310- ليعرف أنها هدي 5410- وتقليدها نعلين في رقبتها 5410- وقد صنع الرسول ذلك بهديه عندما أحرم 5510- انتهى الهامش 5510- ونعود إلى النصف 5510- ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها 5610- والسنة أن يأكل ثلث أضحيته 5610- ويهدي ثلثها 5710- ويتصدق بثلثها 5710- وإن أكل أكثر جاز 5810- وله أن ينتفع بجلدها 5910- ولا يبيعه ولا شيئا منها 5910- فأما الهدي 6010- إن كان تطوعا 6010- استحب له الأكل منه 6110- لأن النبي صلى الله عليه وسلم 6110- أمر من كل جزور ببضعه 6210- فطبخت 6310- فأكل منها 6310- وحسى من مراقها 6410- ولا يأكل من كل واجب 6410- إلا هدي المتعة والقران 6510- فإن النبي صلى الله عليه وسلم 6510- قال من أراد أن يضحي 6610- فدخلت العشر 6710- فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا 6710- حتى يضحي 6710- باب العقيقة 6810- وهي سنة 6910- عن الغلام شاتان 6910- وعن الجارية شاه 6910- تذبح يوم سابعه 7010- ويحلق رأسه 7110- ويتصدق بوزنه ورقا 7210- فإن فات يوم سابعه 7310- ففي أربعة عشر 7410- فإن فات ففي إحدى وعشرين 7410- وينزعها أعضاء 7410- ولا يكسر عظمها 7510- وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك 7510- هامش الورق بفتح الواوي وكسر الراء 7510- الفضة 7610- انتهى الهامش ونعود إلى النص 7610- كتاب البيع 7710- قال الله تعالى 7810- وأحل الله البيع 7810- والبيع معاوضة المال بالمال 7910- ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح 7910- إلا الكلب 7910- فإنه لا يجوز بيعه 7910- ولا غرمة على متلفه 8010- لأن النبي صلى الله عليه وسلم 8010- نهى عن ثمن الكلب 8110- وقال من اقتنى كلبا 8210- إلا كلب ماشية أو صيد 8210- نقص من عمله كل يوم قيراطان 8110- ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه 8210- أو من له ولاية عليه 8310- ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات 8410- ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة 8510- ولا بيع معدوم كالذي 8510- تحمل أمته أو شجرته 8610- أو مجهول 8710- كالحمل والغائب الذي لم يوصف 8710- ولم تتقدم رؤيته 8810- ولا معجوز عن تسليمه 8910- كالآبق والشارد 8910- والطير في الهواء والسمك في الماء 8910- ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه 8910- أو من يقدر على أخذه منه 8910- ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شات من قطيع 9010- إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة 9010- هامش والقفيز نوع من المكايل 9010- والصبرة قومة التمر ونحوه 9110- انتهى الهامش ونعود إلى النص 9110- فصل 9210- ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة 9210- وهي أن يقول 9310- أي ثوب لمسته فهو لك بكذا 9410- وعن المنابذة 9410- وهي أن يقول 9510- أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا 9510- وعن بيع الحصاه 9610- وهو أن يقول 9610- ارم هذه الحصاه 9710- فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا 9710- هامش 9710- إنما لا يصح البيع في هذه الصور 9810- لأن المبيع مجهول 9810- وبيع المجهول 9910- غير صحيح 9910- انتهى الهامش 9910- ونعود إلى النص 9910- وعن بيع الرجل على بيع أخيه 9910- وهو بيع حاضر لباب 10010- وهو أن يكون له سمسارا 10010- وعن النجش 10010- وهو أن يزيد في السلعة 10010- من لا يريد شراءها 10010- وعن بيعتين في بيعة 10010- وهو أن يقول 10010- بعتك هذا بعشرة صحاح 10010- أو عشرين مكسرة 10010- أو يقول 10010- بعتك هذا 10010- على أن تبيعني هذا 10010- أو تشتري مني هذا 10010- وقال 10010- لا تلق السلعة 10010- حتى تهبط بها الأسواق 10010- وقال 10010- من اشترى طعاما 10010- فلا يبيعه حتى يستوفيه 10010- باب الربا 10010- عن عبادة بن الصامت قال 10010- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- الذهب بالذهب والفضة بالفضة 10010- والبر بالبر والشعير بالشعير 10010- والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 10010- سواء بسواء 10010- فإذا اختلفت هذه الأصناف 10010- فبيعوا كيف شئتم 10010- إذا كان يدا بيد 10010- فمن زاد أو استزاد فقد أربا 10010- ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل 10010- أو موزون بجنسه 10010- إلا مثلا بمثل 10010- ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء 10010- من جنسه وزنا 10010- ولا موزون كيلا 10010- وإن اختلفت الأجناس 10010- جاز بيعه كيف شاء 10010- يدا بيد 10010- ولم يجوز النساء فيه 10010- ولا التفرق قبل القرض 10010- إلا الثمن بالثمن 10010- وكل شيئين 10010- جمعه مسم خاص 10010- فهما جنس واحد 10010- إلا أن يكون من أصلين مختلفين 10010- فإن فروع الأجناس أجناس 10010- وإن اتفقت أسماؤها 10010- كالأدقة والأدهام 10010- ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه 10010- ولا خالصه بمشويه 10010- ولا نيئه بمطبوخه 10010- وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة 10010- وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل 10010- ورخص في بيع العرايا 10010- فيما دون خمسة أوسق 10010- هامش 10010- بيع العرايا 10010- هو أن يخرص الثمرة في رؤوس النخل 10010- ثم يعطيه قدرها من التمر القديم 10010- انتهى الهامش 10010- ونعود إلى النص 10010- أن تباع بخرصها 10010- يأكلها أهلها رطبا 10010- باب بيع الأصول والثمار 10010- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 10010- من باع نخلا بعد أن تؤبر 10010- فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 10010- وكذلك سائر الشجر 10010- إذا كان ثمره بادية 10010- وإن باع الأرض وفيها زرع 10010- لا يخصد إلا مرة 10010- فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع 10010- وإن كان يجز مرة بعد مرة 10010- فالأصول للمشتري 10010- والجزة الظاهرة عند البيع للبائع 10010- فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- عن بيع الثمرة 10010- حتى يبدو صلاحها 10010- وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها 10010- على الترك إلى الجذاب جاز 10010- وإن أصابتها جائحة 10010- رجع بها على البائع 10010- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- لو بعت من أخيك ثمر 10010- فأصابته جائحة 10010- فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا 10010- بما تأخذ مال أخيك بغير حق 10010- وصلاح ثمر النخيل أن يحمر ويصفر 10010- والعنب أن يتموه 10010- وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله 10010- باب الخيار 10010- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما 10010- فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع 10010- فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لكما 10010- أو لأحدهما مدة معلومة 10010- فيكونان على شرطهما 10010- وإن طالت المدة 10010- إلا أن يقطعاه 10010- وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا 10010- لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب 10010- وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له 10010- لأن الخراج بالضمان 10010- هامش 10010- الخراج نماء المبيع بالضمان 10010- يعني مقابلا للضمان 10010- المعنى أن نماء المبيع للمشتري 10010- مقابل أنه لو هلك المبيع لضمنه 10010- انتهى الهامش ونعود إلى النص 10010- وإن تلفت السلعة أو عثق العبد 10010- أو تعذر رده فله أرش العيب 10010- وقال النبي صلى الله عليه وسلم 10010- لا تصر الإبل والغنم 10010- فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين 10010- بعد أن يحلبها 10010- إن رضيها أمسكها 10010- وإن سخطها 10010- ردها وصاعا من تمر 10010- التصرية 10010- حبس اللبن في الضرع 10010- انتهى الهامش 10010- ونعود إلى النص 10010- فإن علم بتصريتها قبل حلبها 10010- ردها ولا شيء معها 10010- وكذلك على مدلس 10010- لا يعلم تدليسه 10010- فله رده 10010- كجارية حمر وجهها 10010- أو سود شعرها أو جعده 10010- هامش 10010- التدليس 10010- سطر عيب المبيع 10010- كتسويد شعر الجارية ونحوه 10010- انتهى الهامش 10010- ونعود إلى النص 10010- اورحى وحدس الماء 10010- وأرسله عليها 10010- عند عرضها على المشتري 10010- وكذلك لو وصف المبيع 10010- بصفة يزيد بها ثمنه 10010- فلم يجدها فيه 10010- كصناعة في العبد أو كتابة 10010- أو أن الدابة هملاجة 10010- هامش 10010- الهملاجة السريعة 10010- انتهى الهامش 10010- ونعود إلى النص 10010- والفهد صيودا 10010- أو معلم 10010- أو أن الطائر 10010- مصوت 10010- ونحوه 10010- ولو أخبره بثمن المبيع 10010- فزاد عليه بالزيادة 10010- أو حصتها من الربح 10010- إن كان مرابحة 10010- وإن بان أنه غلط على نفسه 10010- خير المشتري 10010- بين رده 10010- أو إعطاء ما غلط به 10010- وإن بان أنه مؤجل 10010- ولم يخبره بتأجيله 10010- فله الخيار بين رده وإنساكه 10010- وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا 10010- ولكل واحد منهما الفسح 10010- إلا أن يرضى صاحبه 10010- باب السلم 10010- عن ابن عباس رضي الله عنهما 10010- قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10010- وهم يسلفون في اثمار السنة 10010- والسنتين 10010- فقال من أسلف في تمر 10010- فليسلف في كيل معلوم 10010- أو وزن معلوم إلى أجل معلوم 10010- ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة 10010- إذا ضبطه بها 10010- وذكر قدره بما يقدره عليه به 10010- من كيل أو وزن أو ذرع أو عد 10010- وجعل له أجلا معلوم 10010- وأعطاه الثمن قبل تفرقهما 10010- ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة 10010- في أوقات معلوم 10010- لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس 10010- ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره 10010- ولم يجوز له بيعه قبل قبضه 10010- ولا الحوالة به 10010- وتجوز الإقالة فيه 10010- أو في بعضه لأنها فسخة 10010- باب القرض وغيره 10010- عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- استلف من رجل بكرا 10010- فقدمت عليه إبل الصدقة 10010- فأمر أبا رافع 10010- أن يقضي الرجل بكره 10010- فرجع إليه أبو رافع 10010- فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا 10010- فقال أعطه 10010- فإن خير الناس أحسنهم قضاءا 10010- ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله 10010- ويجوز أن يرد خيرا منه 10010- وأن يقترض تفاريق 10010- ويرد جملة 10010- إذا لم يكن شرطا 10010- وإن أجله بتأجيل 10010- ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض 10010- إلا أن يشترط رهنا أو كثيلا 10010- ولا تقبل هدية المقترض 10010- إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض 10010- بيان أحكام الدين 10010- من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله 10010- ولم يحجر عليه من أجله 10010- ولم يحل بتفليسه ولا بموته 10010- إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل 10010- وإن أراد سفرا يحل قبل مدته 10010- أو الغزو تطوعا 10010- فلغريمه منعه 10010- إلا أن يوثق بذلك 10010- وإن كان حالا على معسر 10010- وجب إنظاره 10010- فإن ادعى الإعسار 10010- حلف وخلي سبيله 10010- إلا أن يغرف له مال قبل ذلك 10010- فلا يقبل قوله إلا بذينه 10010- فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه 10010- فإن أبى حبس حتى يوفيه 10010- فإن كان ماله لا يفي به كله 10010- فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه 10010- لزمته إجابتهم 10010- فإذا حجر عليه 10010- لم يجز تصرفه في ماله 10010- ولم يقبل إقراره عليه 10010- ويتولى الحاكم قضاء دينه 10010- ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه 10010- فيدفع إليه من أرشها 10010- أو قيمة الجاني 10010- ثم بمن له رهن 10010- فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه 10010- أو ثمن رهنه 10010- وله أسوة الغرماء 10010- في بقية دينه 10010- ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه 10010- لم يتلف بعضه 10010- ولم يزد بزيادة متصلة 10010- ولم يأخذ من ثمنه شيئا 10010- فله أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- من أدرك متاعه بعينه 10010- عند إنسان قد أفلس 10010- فهو أحق به من غيره 10010- ويقسم الباقي بين الغرماء 10010- على قدر ديونهم 10010- وينفق على المفلس 10010- وعلى من تلزمه نفى مؤنته 10010- من ماله إلى أن يقسم 10010- انتهى الوجه الأول 10010- فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف 10010- لم يكن لغرمائه أن يحلفوه 10010- باب الحوالة والضمان 10010- ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي 10010- فقد برئ المحيل 10010- ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتاله 10010- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 10010- وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ 10010- وصار الذين عليهما 10010- ولصاحبه مطالبة من شاء منهما 10010- فإن استوفى من المضمون عنه 10010- أو أبرأه 10010- برئ ضامنه 10010- وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل 10010- وإن استوفى من الضامن رجع عليه 10010- ومن كفل بإحضار من عليه دين 10010- فلم يحضر لذمه ما عليه 10010- فإن مات برئ كثيله 10010- باب الرهن 10010- وكل ما جاز بيعه جاز رهنه 10010- وما لا ثلاء 10010- ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله 10010- إن كان منقولا 10010- والتخلية فيما سواه 10010- وقبض أمين المرتهن 10010- يقوم مقام قبضه 10010- والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه 10010- لا يضمنه إلا أن يتعدى 10010- ولا ينتفع بشيء منه 10010- إلا ما كان مركوبا أو محلوبا 10010- فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف 10010- وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه 10010- لكن يكون رهنا معه 10010- وعليه غرمه 10010- مؤنته ومخزنه ومخزنه وكفنه 10010- إن مات 10010- وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن 10010- بعطق أو استيلاد 10010- فعليه قيمته تكون رهنا مكانه 10010- وإن جني عليه غيره فهو الخصم فيه 10010- وما قبض بسبابه فهو رهن 10010- وإن جن الراهن فالمجني عليه 10010- وإن جن الرهن فالمجني عليه أحق برقبته 10010- فإن فداه فهو رهن بحاله 10010- وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن 10010- بيعا وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن 10010- وإذا شرط الراهن أو الضمين في بيع 10010- فأبى الراهن أن يسلمه 10010- وأبى الضمين أن يضمن 10010- خير البائع بين الفسخ أو إقامته 10010- بلا رهن ولا ضمين 10010- باب الصلح 10010- ومن أسقط بعض دينه 10010- أو وهب غريمه بعض العين التي في يده 10010- جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء 10010- أو يمنعه حقه إلا بذلك 10010- هامش 10010- كقول المدين 10010- لا أعطيك حقك حتى تضع عني بعضه 10010- انتهى الهامش 10010- ونعود إلى النص 10010- أو يضع بعض المؤجل 10010- ليعجل له الباقي 10010- ويجوز اقتضاء الذهب من الورق 10010- والورق من الذهب 10010- إذا أخذها بسعر يومها 10010- وتقا يضع في المجلس 10010- ومن كان له ذين على غيره 10010- لا يعلمه المدعى عليه 10010- فصالحه على شيء جاز 10010- وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه 10010- فالصلح في حقه باطل 10010- ومن كان له حق على رجل 10010- لا يعلمان قدره 10010- فاصطلح عليه جاز 10010- باب الوكالة 10010- وهي جائزة في كل ما تجوز 10010- النيابة فيه 10010- إذا كان الموكل 10010- والوكيل 10010- ممن يصح ذلك منه 10010- وهو عقد جائز تبطل 10010- بموت كل واحد منهما 10010- وفسخه لها 10010- وجنونه والحجر عليه لسفهه 10010- وكذلك الشركة 10010- والمساقاة 10010- والمزارعة 10010- والجعالة والمسابقة 10010- هامش 10010- أي هذه العقود 10010- تبطل بالموت 10010- والفسخ والوفاة 10010- كالوكالة 10010- انتهى الهامش 10010- ونعلمان 10010- له الاذن لفظا 10010- أو عرفا 10010- وليس له توكيل غيره 10010- ولا الشراء من نفسه 10010- ولا البيع لها 10010- إلا بإذن موكله 10010- وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه 10010- فأجازه 10010- جاز وإلا لزم من اشتراه 10010- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف يتلف إذا لم يتعدى 10010- والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي 10010- وإذا قضى الدين بغير بينة 10010- ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل 10010- ويجوز التوكيل بجعل وبغيره 10010- فلو قال بهذا بعشرة 10010- فما زاد فلتا صحة 10010- باب الشركة 10010- وهي على أربعة أضرب 10010- شركة العنان 10010- وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما 10010- وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما يشترك فيما يشتريان بجاهيهما 10010- وشركة المضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا 10010- يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح 10010- إما بصناعة واحتشاش أو استياد كما روي عن عبد الله بن مسعود 10010- رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر 10010- فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء 10010- والربح في جميع ذلك على ما شرطاه 10010- والوضيعة على قدر المال 10010- ولا يجوز أن يجعل لأحدهما ذراهما معينة 10010- ولا ربح شيء معين 10010- والحكم في المساقات والمزارعة كذلك 10010- وتجبر الوضيعة من الربح 10010- وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر 10010- باب المساقات والمزارعة 10010- تجوز المساقات في كل شجر له ثمر 10010- بجزء من ثمره مشاع 10010- معلوم 10010- هامش المشاع كالثلث أو الربع ونحوهما 10010- انتهى الهامش ونعود إلى النص 10010- والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع 10010- سواء كان البذر منهما أو من أحدهما 10010- لقول ابن عمر 10010- عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر 10010- بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر 10010- وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم 10010- وعلى العامل ما جرت العادة بعمله 10010- ولو دفع إلى رجل ذابة يعمل عليهما 10010- وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك 10010- باب إحياء الموات 10010- وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك 10010- فمن أحياها ملكها 10010- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- من أحيا أرضا ميتة فهي له 10010- وإحياؤها عمارتها 10010- بما تتهيأ به لما يراد فيها 10010- كالتحويط عليها 10010- وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع 10010- وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها 10010- وإن حفر فيها بئرا 10010- فوصل إلى الماء 10010- ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب 10010- إن كانت عادية 10010- هامش العادية القديمة 10010- والبادئ الحادثة 10010- وحريم البئر البدائي 10010- خمسة وعشرون ذراعا 10010- باب الجعالة 10010- وهي أن يقول 10010- من رد لقطة في أوضاء التي أو بنى لي هذا الحائط 10010- فله كذا 10010- فمن فعل ذلك استحق الجعل 10010- لما روى أبو سعيد 10010- أن قوما 10010- لدغ رجل منهم 10010- فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- فقالوا هل فيكم من راق؟ 10010- فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا 10010- فجعلوا لهم قطيعا من الغنم 10010- فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي 10010- ويدفل حتى برئ 10010- فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 10010- فقال وما يدريكم أنها رقية 10010- خذوا واضربوا لي معكم بسهم 10010- ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل 10010- لم يستحقه 10010- باب اللقطة 10010- وهي على ثلاثة أضرب 10010- أحدها 10010- ما تقل قيمته فيجوز أخذه 10010- والانتفاع به 10010- من غير تعريف 10010- لقول جابر 10010- رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10010- في العصى والسوط 10010- وأشباهه 10010- يلتقطه الرجل ينتفع به 10010- الثاني 10010- الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع 10010- كالإبل والخيل ونحوها 10010- فلا يجوز أخذها 10010- لأن النبي صلى الله عليه وسلم 10010- سئل عن ضالة الإبل 10010- فقال 10010- ما لك ولها 10010- دعها 10010- معها حذاؤها وسقاؤها 10010- ترد الماء وتأكل الشجر 10010- حتى يأتيها ربها 10010- ومن أخذ هذا لم يملك 10010- ولزمه ضمانه ولم يبرأ 10110- إلا بدفعه إلى نائب الإمام 10110- الثالث 102- ما يكفر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان 101- والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع 102- فيجوز أخذه 102- ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق 103- وأبواب المساجد في أوقات الصلوات 103- فمتى جاء طالبه فوصفه 104- دفعه إليه بغير بينه 104- وإن لم يعرفه فهو كسائر ماله 105- ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته 105- فمتى جاء طالبه فوصفه 106- دفع إليه 107- أو مثله إن كان قد هلك 107- أو مثله إن كان قد هلك 118- وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا 119- يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف 119- أو بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد 110- قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 111- عن لقاطة الذهب والورق 112- فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة 111- فإن جاء طالبها يوما من الدهر 112- فادفعها إليه 113- وسأله عن الشات فقال خذها 114- فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 114- وإن هلكت اللقطة في حول التعريف 115- من غير تعد فلا ضمان فيها 116- واللقيط هو الطفل المنبوذ 117- وهو محكوم بحريته وإسلامه 118- وما وجد عنده من المال فهو له 119- وولايته لملتقطه 119- إذا كان مسلما عدلا 110- ونفقته في بيت المال 110- إن لم يكن معه ما ينفق عليه 111- وما خلفه فهو في 111- ومن ادعى نسبه 112- ألحق به 113- إلا إن كان كافرا 114- ألحق به نسبا لا دينا 114- ولم يسلم إليه 114- باب السبق 115- تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها 116- ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي 117- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 118- لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 118- فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما 119- وإن كان من أحدهما 119- فسبق المخرج أو جاء معا 110- أحرزه ولا شيء له سواه 111- وإن سبق الآخر أخذه 110- وإن أخرجا جميعا لم يجز 111- إلا أن يدخلا بينهما محللا 112- يكافئ فرسه فرسيهما 113- أو بعيره بعيريهما 114- أو رميه رميهما 114- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 115- من أدخل فرسا بين فرسين 116- وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار 117- ومن بأدخل فرسا بين فرسين 118- آمن أن يسبق فهو قمار 119- فإن سبقهما أحرز سبقيهما 119- وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه 119- ولا بد من تحديد المسافة 111- وبيان الغاية وقدر الإصابة وعدد الرشق 111- تكون المسابقة في الرمي 112- لا على الإصابة على البعد 113- باب الوديعة 114- وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد 114- وإن لم يحفظها في حرز مثلها 115- أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه 116- أو تصرف فيه لنفسه 117- أو خلطها بما لا تتميز منه 118- أو أخرجها لينفقها ثم ردها 119- أو جحدها ثم أقر بها 119- أو كسر ختم كيسها 111- أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكان ضمها 111- وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها 112- أو ردها لم يقبل منه 113- وإن قال ما لك عندي شيء 114- ثم ادعى ردها أو تلفها قبل 114- والعارية مضمونة 115- وإن لم يتعد فيها المستعير 116- كتاب الإجارة 117- وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين 118- لا يملك أحدهما فسخها 119- ولا تنفسخ بموته ولا جنونه 119- وتنفسخ بتلف العين المعقودة عليها 119- وانقطاع نفعها 111- وللمستأجر 111- فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا 111- ولا تصح إلا على نفع معلوم 112- إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط 113- أو حمل شيء إلى موضع معين 114- وضبت ذلك بصفاته أو معرفة أجرته 114- وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها 115- ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه 116- بإجارة أو غيرها إن كان مثله أو دونه 117- وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا 118- فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا 119- أو خاي خالف ضرره 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 فعليه أجرة المثل 119- وإن استأجر إلى موضع فجاوزه 110- أو لحمل شيء فزاد عليه 110- فعليه أجرة المثل للزائد 111- وضمان العين إن تلفت 111- وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه 112- ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها 113- فيما يتلف في يده من غير تفريط 114- ولا على حجام أو ختان أو طبيب 114- إذا عرف منه حذق في الصنعة 115- ولم تجن أيديهم 116- ولا على الراعي إذا لم يتعد 117- ويضمن القصار والخياط ونحوهما 118- ممن يستقبل العمل 119- ما تلث بعمله دون ما تلث من حرزه 119- باب الغصب 119- وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق 110- من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة 111- مدة مقامه في يده 111- وإن قصف عليه أرش نقصه 112- وإن جنى فأرش جنايته عليه 113- سواء جنى عليه سيده أو أجنبي 114- وإن جنى عليه أجنبي 115- فلسيده تضنين من شاء منهما 116- وإن زاد المغصوب رده بزيادته 117- سواء كانت متصلة أو منفصلة 118- وإن زاد أو نقص رده بزيادته 118- وضمن مقصه 119- سواء زاد بفعله أو بغير فعله 119- فلو نجر الخشبة بابا 119- أو عمل العمل الحديد إبرا 111- ردهما بزيادتهما 111- وضمن مقصهما إن نقصا 112- ولو غصب قطما فغزله 113- أو غزلا فنسجه 114- أو ثوبا فقصره 114- أو فصله وخاطه 115- أو حبا فصار زرعا 116- أو نوا فصار شجرا 117- أو بيضا فصار فرخا فكذلك 118- وإن غصب عبدا فزاد في بدنه 119- أو بتعلينه 119- ثم ذهبت الزيادة 119- رده وقيمة الزيادة 111- وإن تلف المغصوب أو تعذر 111- رده فعليه مثله 112- إن كان مكيلا أو موزونا 113- وقيمته إن لم يكن كذلك 114- ثم إن قدر على رده 114- رده وأخذ القيمة 115- وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه 116- فعليه مثله منه 117- وإن خلطه بغير جنسه 118- فعليه مثله من حيث شاء 119- وإن غصب أرضا 119- فغرسها 119- أخذ بقلع غرسه 119- وردها 111- وأرش نقصها 111- وأجرتها 111- هامش 111- يعني أجبر 111- فانتهى الهامش 112- ونعود إلى النص 112- وإن زرعها 112- وأخذ الغاصب الزرع 113- ردها 114- وأجرتها 114- وإن أدرك الزرع 114- مالكها 114- قبل حصاده 114- خير بين ذلك 115- وبين أخذ الزرع بقيمته 116- هامش 117- بين ذلك 118- يعني بين قلعه 119- انتهى الهامش 119- ونعود إلى النص 119- وإن غصب جارية 119- فوطأها 111- وأولدها 111- لزمه الحد 111- وردها 111- ورد ولدها 111- ومهر مثلها 111- وأرش نقصها 112- وأجرة مثلها 113- وإن باعها 114- فوطأها المشتري 114- وهو لا يعلم 114- فعليه مهرها 114- وقيمة ولدها 115- إن أولدها 116- وأجرة مثلها 117- ويرجع بذلك 117- كله على الغاصب 118- باب الشفعة 119- وهي استحقاق الإنسان 119- انتزاع 119- حصة شريكه 119- من يد مشتريها 119- ولا تجب إلا بشروط سبعة 111- أحدها 111- البيع 111- فلا تجب في موهوب ولا موقوف 122- ولا عوض خلع ولا صداق 122- الثاني 123- أن يكون عقارا 124- هامش 124- أرضا 124- انتهى الهامش 124- ونعود إلى النص 124- أن يكون عقارا 125- وما يتصل به من الغراس والبناء 125- الثالث 125- أن يكون شقصا مشاعة 126- فأما المقسوم المحدود 127- فلا شفعة فيه 128- لقول جابر 129- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 129- في كل ما لم يقسم 129- فإذا وقعت الحدود 120- وصرفت الطرق 120- فلا شفعة فيه 120- الرابع 120- أن يكون مما ينقسم 120- فأما ما لا ينقسم 121- كالبئر والحمام ونحوهما 121- فلا شفعة فيه 122- الخامس 122- أن يأخذ الشقص كله 122- فإن طلب بعضه سقطت شفعته 123- ولو كان له شفيعان 124- فالشفعة بينهما على قدر سهامهما 124- فإن ترك أحدهما شفعته 123- لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك 124- السادس 125- إن كان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلب شفعته 124- وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله 125- وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته 126- وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما 125- فالقول قول قول المشتري مع يمينه 126- السابع 127- المطالبة بها على الفور ساعة يعلم 127- فإن أخرها بطلت شفعته 128- إلا أن يكون عاجزا عنها 129- لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر 120- فيكون على شفعته متى قدر عليها 129- إلا أنه 120- إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها 120- فلم يشهد بطلت شفعته 121- فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة 121- فأكثر فله مطالبة من شاء منهم 122- فإن أخذ من الأول 123- رجع على الثاني بما أخذ منه 122- والثاني على الثالث 123- ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري 124- أعطاه الشفية قيمته 124- إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه 125- وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري 125- يبقى إلى الحصاد أو الجذاب 126- وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد 127- فللشفيع أخذ الشقص بحصته 126- انتهى الشريط الثالث 127- وللكتاب بقية على الشريط التالي 128- كتاب الوقف 129- وهو تحديث الأصل 129- وتسديل السمر 129- ويجوز في كل عين يجوز بيعها 129- وينتفع بها دائما مع بقاء عينها 129- كالمزارع والبيوت ونحوها 120- ولا يصح في غير ذلك 120- مثل الأثمان والمطعومات والرياحين 121- ولا يصح على بر أو معروف 120- مثل ما روي عن عمر 120- أنه قال يا رسول الله 121- إني أصبت مالا بخيبر 122- لم أصب مالا قط 123- هو أنفس عندي منه 122- فما تأمرني فيه 123- قال إن شئت حبست أصلها 123- وتصدقت بها 124- غير أنها لا يباع أصلها 124- ولا يوهب ولا يورا 125- قال فتصدق بها عمر في الفقراء 126- وفي القربى وفي الرقاب 126- وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف 127- ولا جناح على من وليها 128- أن يأكل منها بالمعروف 129- ويطعم صديقا غير متمول فيه 129- ويصح الوقوف بالقول 129- والفعل الدال عليه 129- ويطف الوقوف بالقول والفعل الدال عليه 120- مثل أن يبني مسجدا 121- ويأذن بالصلاة فيه 121- أو سقاية ويشرعها للناس 122- ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل 122- منافعه بالقلدية 133- فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه 134- والفرس الحديث 145- إذا لم يصلح للغزو 155- بيع واشتري به ما يصلح للغزو 166- والمسجد إذا لم ينتفع به 167- في مكانه بيعا 168- ونقل إلى مكان ينتفع به 169- ويرجع في الوقف ومصرفه وشرطه وترتيبه 169- وإذ خال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف 169- وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه 169- فلو وقف على ولد فلان 169- ثم على المساكين 161- كان الذكر والأنثى بالسوية 161- إلا أن يفضل بعضهم 161- فإذا لم يبق منهم أحد 162- رجع إلى المساكين 162- ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم 172- لازم استيعابهم به 173- والتسوية بينهم 173- إذا لم يفضل بعضهم 174- إذا لم يمكن حصرهم 174- هامش 185- كما إذا وقف على بني تميم مثلا 185- أو بني هاشم 185- أو ذرية علي رضي الله عنه 196- فلا يمكن استيعابهم 197- انتهى الهامش 197- ونعود إلى النصر 208- وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض 209- وتخصيص واحد منهم به 209- باب الهبة 209- وهي تنبيك المال في الحياة بغير عوض 219- وقصفت بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها 229- وتلزم بالقب 229- ولا يجود الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 229- لا يحل لأحد أن يعطي عطية 229- فيرجع فيها 229- إلا الوالد فيما يعطي ولده 239- والمشروع في عطية الأولاد 229- أن يسوي بينهم 239- على قدر ميراثهم 249- لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 259- اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 269- وإذا قال رجل أعمرتك داري 269- أو هي لك عمرك 279- فهي له ولورثته من بعده 279- وإن قال سكناها لك عمرك 279- فله أخذها متى شاء 289- باب عطية المريض 299- تبرعات المريض مرض الموت المخوت 299- ومن هو في الخوف وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال 3010- ومن قدم ليقتل 3010- وراكب البحر حالها يجاند 3110- ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت 3110- حكمها حكم الوصية في ستة أحكام 3110- أحدها أنها لا تجوذ لأجنبي بزيادة على التلف 3210- ولا لوارك بشيء إلا بإجازة الورفة 3310- لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عنده 3410- عند موته لم يكن له مال غيرهم 3510- فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم 3610- فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة 3710- الثاني أن الفرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة 3810- إذا لم يففتلث بالجميع للخضر 3910- الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا 4010- فأشكل أخرج بالقرعة 4010- الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت 4110- فلو أعتق عبدا لا مال له سواه 4210- أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته 4210- تبين أنه عتق كله حين اعتاقه 4310- وكان ما يكسبه بعد ذلك له 4310- وإن كان وإن صار عليه دين يستغرقه 4410- ثم ملك عند الموت ضعف قيمته 4410- تبين أنه عتق كله حين اعتاقه 4510- وكان ما يكسبه بعد ذلك له 4610- وإن كان وإن صار عليه دين يستغرقه 4610- لم يعتق منه شيء 4710- ولا يصف تبرعه به 4711- ولو وصى بشيء 4811- فلم يأخذه الموصى له زمانا 4811- قوم عليه وقت الموت لا وقت الأرض 4911- الغامس 4911- أن كومه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما 5012- هامش أي في العصية والوصية 5012- انتهى الهامش 5112- ونعود إلى النصر 5212- فلو أعطى أخاه ووصى له 5212- ولا ولد له فولد له 5312- فولد له ابن صحة العطية والوصية 5412- ولو كان له ابن فمات بطلتا 5512- السادس 5512- أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم 5512- إلا بعد الموت فيهما 5612- وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة 5712- أحدها أن العطية تنفذ من حينها 5712- فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا 5812- صار المعتق خرا وملكه المعتق 5912- وكسبه له 6012- ولو وصى به أو دبره 5912- لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت 6012- وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة 6112- الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها 6112- كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصى 6212- الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها 6312- والوصية له الرجوع فيها متى شاء 6412- الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاقت ثلث عن جميعها 6412- والوصية يسوى بين الأول والآخر منها ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عطق أو لم يكن 6512- وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة 6512- كتاب الوصاية 6712- روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ 6712- قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع 6812- ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 6912- ويستحب لمن يترك خيرا الوصية بخمس مالك 6912- وتصف الوصية والتدبير 6912- هامش 7012- التدبير هو أن يقول لمملكه أنت حر بعد وفاته 7112- انتهى الهامش ونعود إلى النصف 7112- والتدبير من كل من تصف هبته 7212- ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه 7212- هامش لسفه بسوء تصرفه 7312- فتصف وصيته بخلاف المحجور عليه للدين 7412- فلا تصف وصيته 7412- انتهى الهامش ونعود إلى النصف 7412- ولكل من تصف الهبة له 7512- وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له 7512- وتصف بكل ما فيه نفع مباح 7612- ككلب الصيد والغنم 7712- وبما فيه نفع من النجاسات 7712- وبالمعدوم 7812- كالذي تحمل امته او شجرته 7712- وبما لا يقدر على تسليم 7812- كالطير في الهواء 7912- والسمك في الماء 7912- وبما لا يملكه 7912- كمئة ذرهم لا يملكها 8012- وبغير معين كعبد من عبيده 8012- وتعطيه الورثة منهم ما شاء 8012- وبالمجهول 8012- كحظ من ماله 8012- أو جزء 8012- وتعطيه الورثة ما شاء 8012- وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته 8112- فله مثل اقلهم نصيبا 8112- يزاد على الفريضة 8112- فلو خلفت 8212- ثلاثة بنين 8212- ووصى بمثل نصيب احدهم 8212- فله الربع 8312- فان كان معهم ذو فرض كام 8412- صححت مسألة الورثة 8212- بدون الوصية من ثمانية عشر 8312- وذت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين 8312- ولو وصى بمثل نصيب احدهم 8412- ولاخر سدس باقي المال 8412- جعلت صاحب سدس الباقي 8512- كذي فرض له السدس 8512- وصحتها 8612- مثل التي قبلها 8612- فان كانت 8712- وصية الثاني 8712- بسدس باقي الثلث 8712- صححتها ايضا 8812- كما قلنا سوا 8812- ثم زدت عليها 8912- مثليها 8912- فتصير 8912- تعطي صاحب السدس سهما واحدا 8912- والباقي بين البنين 8912- والوصي الاخر 8912- ارباعا 9012- وان زاد البنون على ثلاثة 9012- زدت صاحب سدس الباقي 9012- بقدر زيادتهم 9012- فان كانوا اربعة 9012- أعطيته 9012- مما صحت منه المسألة سهمين 9112- وان كانوا خمسة 9112- فله ثلاثة 9112- وان كانت الوصية بثلث باقي الربع 9112- والبنون اربعة 9212- فله سهم واحد 9212- وان زاد البنون على اربعة 9312- زدته بكل واحد منهما سهمة 9312- وان وصى بذرخ نصيب وارث او ضعتيه 9412- فله مثلاء نصيبه 9512- وثلاثة اضعافه 9512- ثلاثة امثاله 9612- وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع 9612- اخذته من مخرجه 9712- وقسمت الباقي على الورثة 9712- وان وصى بجزءين كثلث وربع 9712- اخذتهما من مخرجهما 9812- وهو اثنى عشر 9912- وقسمت الباقي على الورثة 9912- وان زادوا جعلت فهام الوصية 9912- ثلث المال 9912- وللورثة ضعف ذلك 9912- وان وصى بمعين من ماله 9912- فلم يخرج من الثلث 9912- فللفل الموصى له 9912- قدر الثلث الى ان يجيز الورثة 9912- وان زادت الوصايا على المال 9912- فرجل وصى بثلث ماله لرجل 9912- ولاخر بجميعه 9912- ضممت الثلث الى المال 9912- فصار اربعة اثلاث 9912- وفسمت التركة بينهما على اربعة 9912- إن اجتيزت لهما 9912- والثلث على اربعة 10012- إن غد عليهما 10012- ولو وصى بمعين لرجل 10012- ثم وصى به لاخر 10012- أو اوصى الى رجل 10012- ثم اوصى الى اخر 10012- فهو بينهما 10012- وان قال ما اوصيت به 10012- للأول 10012- فهو للثاني 10012- كامش 10012- يعني فهو لهما بالثوى 10012- قصل 10012- إذا بطلت الوصية 10012- أو بعضها 10012- رجع الى الورثة 10012- فلو وصى ان يشترى 10012- عبد زيد بمئة 10012- فيعتق 10012- فمات 10012- أو لم يبعه سينه 10012- فالمئة للورثة 10012- وان وصى بمئة 10012- تنفف على فرس حبيث 10012- فمات الفرس 10012- فهي للورثة 10012- ولو وصى ان يحج عنه 10012- ولو وصى ان يحج عنه 10012- زيد بألف 10012- فلم يحج 10012- فهي للورثة 10012- وان قال الموصى له 10012- أعطوني الزائد 10012- على نفقة الحج 10012- لم يعطى شيئا 10012- ولو مات الموصى له 10012- قبل موت الموصى 10012- أو رد الوصية 10012- ردت الى الورثة 10012- ولو وصى لحي وميت 10012- فللحي 10012- نصف الوصية 10012- ولو وصى لوارثه 10012- ولأجنبي 10012- بثلث ماله 10012- فللأجنبي 10012- السدس 10012- ويوقف 10012- سدس جواره 10012- على الإجازة 10012- باب الموصى 10012- تجوز الوصية 10012- الى كل مسلم 10012- عاقل 10012- عدل 10012- من الذكور 10012- والإناث 10012- مما يجوز 10012- للموصى سعله 10012- من قضاء ديونه 10012- وتسرقة 10012- وصيته 10012- والنظر في أمر 10012- ومتى أوصى إليه 10012- بولايه أطفاله 10012- أو مجانينه 10012- تثبت ولايته 10012- عليهم 10012- ونفذ تصرفه لهم 10012- بما لهم 10012- فيه الحظ من البيع 10012- والشراء 10012- وقبول ما يوهب لهم 10012- والإنفاق عليهم 10012- وعلى من تلزمهم 10012- مؤونته بالمعروف 10012- والتجارة لهم 10012- ودفع أموالهم مضاربة 10012- بجزء من الربح 10012- وإن اتجر لهم 10012- فليس له من الربح شيء 10012- وله أن يأكل من مالهم 10012- عند الحاجة 10012- بقدر عمله 10012- ولا غرم عليه 10012- هامش 10012- أي إذا خسرت 10012- مضاربة 10012- لم يضمن الخسارة 10012- انتهى الهامش 10012- ونعود إلى النصر 10012- ولا يأكل 10012- إذا كان غنيا 10012- لقول الله تعالى 10012- ومن كان غنيا 10012- فليستعقل 10012- ومن كان فقيرا 10012- فليأكل بالمعروف 10012- وليس له أن يوصى إليه 10012- بما أوصى إليه به 10012- ولا أن يبيع 10012- ويشتري من مالهم لنهر 10012- ويجوز ذلك للأرض 10012- فلا يلي مال الصبي والمجنون 10012- إلا الأرض 10012- أو وصيه أو الحاكم 10012- فصل 10012- ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان 10012- بالتصرف 10012- ليختبر رشده 10012- والرشد هنا 10012- الصلاح في المال 10012- فمن آمس رشده 10012- نفع إليه ماله إذا بلغ 10012- وأشهد عليه 10012- ذكرا كان أو أنتا 10012- فإن عاود السفه 10012- سيد عليه الحجر 10012- ولا ينظر في ماله 10012- ولا ينظر في ماله إلا الحاكم 10012- ولا ينفكه عنه الحجر إلا بفكمه 10012- ولا يقبل إقراره في المال 10012- ويقبل في الحدود والقصاص والطلاح 10012- فإن طلق أو أعتق 10012- نفذ طلاقه دون اعتقه 10012- فصل 10012- وإذا أذن السيد لعبده في التجار 10012- ضخ بيعه وشراءه وإقراره 10012- ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه 10012- وإن رآه سيده أوليه يتصرف فلم ينهى 10012- لم يصر بهذا مأذونا له 10012- باب الفرائض 10012- وهي قسمة المواريد 10012- والوارث ثلاثة أقسام 10012- ذو فرض وعصبة ورذ وذو رحم 10012- فذو الفرض عشرة 10012- الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات 10012- وبنات الابن 10012- والأخوات والإخوة من الأم 10012- فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد 10012- فإن كان لها ولد فله الربع 10012- ولها الربع واحدة كانت أو أربعا 10012- إذا لم يكن له ولد 10012- فإن كان له ولد فله النصف 10012- وصل وللأب ثلاثة أحوال 10012- حال له الشدث 10012- وهي مع ذكور الولد 10012- وحال يكون عصبة 10012- وهي مع عدم الولد 10012- وحال له الأمران 10012- مع إناث الولد 10012- فصل 10012- والجد كالأرض 10012- في أحواله 10012- وله حال راضع 10012- وهي مع الإخوة 10012- والأخوات 10012- للأبوين 10012- أو للأبي 10012- فله الأحظ من مقاسمتهم 10012- كأخ 10012- أو حلف جميع المال 10012- فإن كان 10012- معهم ذو فرض 10012- أخذ فرضا 10012- ثم كان للجد الأحظ 10012- من المقاسمة 10012- أو سلس الباقي 10012- أو سلس جميع المال 10012- فولد الأبي 10012- كولد الأبوين 10012- في هذا إذا انفردوا 10012- فإن اجتمعوا 10012- عادوا 10012- ولد الأبوين 10012- الجد 10012- بولد الأبي 10012- ثم أخذوا ما حصل لهم 10012- إلا أن يكون 10012- ولد الأبوين 10012- إغتاً 10012- واحدة 10012- فتأخذ النصف 10012- وما فضل 10012- فلولد الأبوين 10012- فإن لم يضطل 10012- عن الفرض 10012- إلا السدس 10012- أخذه الجد 10012- وسقط الجد 10012- إلا في الأكدرية 10012- وهي زوج وأم وأخت 10012- وجد 10012- فإن للزوج النصف 10012- وللأم الثلث 10012- وللجد السدس 10012- وللأخت النصف 10012- ثم يقسم سدس الجد 10012- ونصف الأخت 10012- بينهما 10012- على ثلاثة 10012- فتصبح من سبعة 10012- وعشرين 10012- ولا يعول من نسائل 10012- الجد سواها 10012- ولا يفرض لأخت 10012- مع جد في غيرها 10012- ولو لم يكن فيها زوج 10012- كان للأم الثلث 10012- وللباقي 10012- بين الأخت 10012- والجد على ثلاثة 10013- وتسمى 10013- الخرقاء 10012- لكثرة 10012- اختلاف 10013- الصحابة 10013- فيها 10013- ولو كان 10013- معهم أخ 10013- وأخت 10013- لأب 10014- صحت من أربعة 10015- وتسمى 10014- مختصرة 10015- زيت 10015- فإن كان 10015- معهم 10015- أخ 10015- من أب 10015- صحت من تسعين 10015- وتسمى 10015- تسعينية 10015- زيت 10015- ولا خلاف ففي اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة فصل وللام اربعة احوال حال لها السلس وهي مع الولد والاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات وحال لها ثلث الباق بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين حال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي اذا كان ولدها منفيا باللعام او كان ولد زنا فتكون عصبة له فان لم تكن فعصبتها عصبة فصل وللجدة اذا لم تكن قمت السلس هامش اي لم توجد وللجدة اذا لم تكن ام السلس واحدة كانت او اكثر اذا تحاذينا فان كان بعضهم اقرب من بعض فهو لقرباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث اكثر من ثلاث جدات ام الام وام الارض وام الجد ومن كان من امهاتهن وان علون ولا ترث جده تدلي باب بين امي ولا باب اعلى من الجد فان خلف جدتي امه وجدتي ابيه سقطت ام ابي امه والميراث للثلاث ذاقية فصلت وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا السلفان وبنات الابن وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدم فان اجتمعنا فقف بنات الابن الا ان يكون معهن او انزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي وان كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السلس تكملت التلثين الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فصلت والاخوات من الابوين كالبنات في فرضهم والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواه وَلَا يُعَصِهُهُنَّ إِلَّا أَخُوهُنَّ وَالْأَخَوَيَاتُ مَعَ الْبَنَاتُ عَصَبَةٌ لَهُنْ مَا فَضُنَا وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّةٌ لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بما قضاه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصر ولبنت الابن السدث وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمْ أَصْلٌ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ سَوَاءُ دُقُورُهُمْ وَإِنَافُهُمْ لواحدهم السدث وللاثنين السدثان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلث باب الحجب يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأبي ويسقط ولد الأبي بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأبي والجد ويسقط الجد بالأبي وكل جد بمن هو أقرب منه باب العصبات وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقى وعصباتها وأحقهم بالنيرات أقربهم وأقربهم الإبن ثم ابنه وإن نزل ثم الأبو ثم أبواه وإن على ما لم يكن إخوة ثم بن الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بن الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بني أبن أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم إليه فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر منذ حظ الأنسيين وهم الإبن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأبي وما عداهم ينفرد الذكور بالنيرات كبني الإخوة والأعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة وإن ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض مدئ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوي فللزوج النصف وللأم السدث وللإخوة للأم الثلث ويسقط الأخوين للأبوين هامش لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطان انتهى الهامش ونعود إلى النصف انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط هو امرأة وإن بال بينهما والثويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنفا وكذلك الحكم في ديته في ديته وجرحه وغيرهما لا ينكح بحال باب ذي الأرخام وهم كل قرابة ليست بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعلوا كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والأخوال والخالات وأب الأم كالأم فإن كان معهم اثنان فصائدا من جهة واحدة فأسفقهم إلى الوارث أحقهم فإن استووا فتمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به وساويت بين الزخور والإناث إذا استوت جهاتهم منه فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وبن بنت وبنت بنت أخرى فتمت المال بين البنات على ثلاث ثم جعلته لأولادهن للإبن الثلث وللبنت الثلث وللإبن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصين وإن خلف ثلاث عمات متفرقات ثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصف من خمسة من خمسة عشر وإن اختلفت جهات ذو الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاثة البنوة والأمومة والأغوة باب أصول المفائل وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول فيها وإن كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو ثلث فهي من ستة وتعول إلى عشرة وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وإن كان مع الثمون ثلث أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين باب الرد وإن لم يستغرق الفروض وإن لم تستغرق الفروض المالة ولم يكن عصبا فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين فإن اختلت فروضهم أخذت أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد فهامهم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقد تمت الباقي على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحش بعد ذلك على ما تنذكره وليس في مسألة يرث فيها عصب عون ولا رد بل باب تصحيح المسائل إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقفت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاك أحدهما وإن كانت متناسبة أجزاك أكثرها وإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقته وفي الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء في المسألة أخذ تهمه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة باب المنافخات إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكانت ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك وإن اختلف ميراثهم فخحت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم فخحت المسألتان مما فخحت منه الأولى وإن لم ينقسم فربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو فيها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو فيها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا باب موانع الميراث وهي ثلاثة أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل من أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شفا والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله حيث الثاني الرق فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يرث ومن كان بعضه حرا ورثا وورثا وحجب بقدر ما فيه من الحرية الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل قصافا أو حدا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميره باب متائل شتى إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث اثنين وتوقي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين وإن كان في الورثة مفقود لا يُعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يُعلم حالك إلا أن يُفقد في مهلكه أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم يُقسم وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته صلاقا يُتهم فيه لقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدة وإن كان الصلاق رجعيا فوارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض وإن أقر الورثة كلهم لمشارك لهم في الميراث فقدقهم أو كان صغيرا مجبولا نسبه ثبت نسبه وإرثه وإن أقر به بعضهم لم يفبت نسبه وله فضل ما في يد المخر عن ميراثه كامش مثال ذلك أخوان أقر أحدهما لواحد بأنه أخوهما ولم يقر الآخر فنقسم المال بينهما نصفين ثم نأخذ من يد المخرد كل ثم نصف فنعطيه المخرد له كامش باب الولاء أقر أحدهما الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من فرة معتقة أو أمه وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم أبدا ما تناسبه وتويرتهم إذا لم يقل له من يحجبه عن ميراتهم ثم عصباته من بعده ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاءه وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعجم ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره وإن كان أحد الزوجين الحرين من أعتق حر في الأصل فلا ولاء على ولديهما وإن كان أحدهما رقيقا فبع الولد الأمة في فريتها ورفقها فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاءهم له لا يخرج عنه بحاء فإن كان الأب رقيقا والأم معتقا فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم فإن أعتق العبد جره معتقه وولاءه له ولأولاده وإن اشترى أباه أعتق عليه وله ولاءه وولاء إخوته ويبقى ولاءه لموالي أمه لأنه لا يجر ولا أنفسه فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراته بين أولاده للذكر للتحضر الأنساء وإذا مات عثيقه بعده فميراته للذكور دون الإناث ولو اشترى الدكور والإناث ولو اشترى الدكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عثيقه فميراتهما على ما ذكرنا في التي قبلها وإن مات الدكور قبل موت العثيق ورف الإناث من ماله بقدر ما أعتقهن من أبيهن ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم فإن اشترينا نصف الأبي وكانوا ذكريني وأنثييني فلهن خمسة أثاث الميرات ولمعتق الأم السد لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلافا فإن اشترى ابن معتقه عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولا للآخر لو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولا الآخر باب الميرات بالولاء الولاء لا يورد فإنما يرث به أقرب عصبات المعدة ولا يرث به النساء يؤمن الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا وكذلك كل ذي فرض إلا الأرض والجد لهم السلس مع الإبن وابنه الولاء للكبر فلو مات المعتق وخلط ابنين وعتيقه فمات أحد الإبنين عن أم ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق وإن مات الإبنان بعده وقبل المولى وخلط أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشره وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤها لابنها وعقله لعصبتها باب العدق على عددهم وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل فأما القول فخريطه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوهي وما عدا هذا من الألفاظ المفتملة المفتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى هامش كقوله اذهب حيث شئ ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك ونحوها انتهى الهامش ونعود إلى النصر وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه هامش وضابطه كل قريب لو فرضناه أنثى لم يجز له نكاحه انتهى الهامش ونعود إلى النصر ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موثر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاءه وقوم وقوم عليه نصيب شريكه وإن كان مؤسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتقى شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان مؤسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك فصل وإذا قال لعبده أن تحر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرط فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها باب التدذير فإذا قال لعبده أن تحر بعد موته أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية ومتى ملكه بعد عاد تدذيره وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله فقمها ويجود تدذير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من المكاتب بقدر ما عتق وهو على الكتابة بما بقي وإن استولد مدبرة بطر تدبيرها وإن أسلم مدبر وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما فإن أسلم رد إليه وإن مات رتق وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه باب المكاتبة والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده دمال في ذمة إذا ابتغاها العبد المكتف الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقول الله تعالى والذين ابتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية ويجعل المال عليه أنجما فمتى أدىها عتقه ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى وآتوهم مما لله الذي آتاكم قال علي رضي الله عنه هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه ذرهم إلا أن يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنا عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الزبا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضاع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جارتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه فارت أم ولد فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزة فيكون ما في يدها للورقة ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بربرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في يد مشتريه مبقى على مبقى من كتابته فإن أدى عتقى ولاؤه لمشتريه وإن عجز فهو عبده وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآهر صح شراء الأول وبطل الشراء الثاني فإن جهل الأول منهما بطل البيعان وإن مات المكاتب بطلت الكتابة وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الوافة وولاؤه لمكاتب والكتابة عقد لازم ليس لأحده ما فسقها وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه وإذا جن المكاتب بدأ بجنايته تامش يعني قدمت الجناية على دين الكتابة وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عواضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه باب أحكام أمهات الأولاد إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهيامته أحكامها أحكام الإمام في حل وطها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية لها وإليها فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأا فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين وإن وطأ أمت غيره بنكاح ثم ملكها حاملا وتق الجنين وله بيعها كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استفاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ولا يغطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن هامش إلا أن لا يميل إليه ولي المرأة انتهى الهامش ونعود إلى النظر إلا أن لا يسكن إليه ولا يجوز التصريح بخطبك معتدة هامش كقوله أريد أن أتزوجك وأحب التزوج بك ونحوها انتهى الهامش ونعود إلى النظر ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك راغب ونحو ذلك لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت ويستحب أن يغطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود أن يغطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود به من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا الله حق تقاته الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب باب ولاية النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن على ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صديا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها هامش العضل هو منع المرأة من الزواج بكفئها انتهى الهامش ونعود إلى النص أو غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد المرأة فصل وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذم في نفسها وإذنها صماتها وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء ليس العبد كفوا لحرة ولا الفاجر كفوا لعفيفة ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها وإن زوج أمته عبده الصغير جاذ أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فصل وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة مولياته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر ومن نك حامة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده خر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له النكاح بالإماء فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيه باب المحرمات في النكاح وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن ويحرم من الرضا ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا العبد أن يجمع بين اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمت على التأبيل وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا فصل ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تخرم الموطوء بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها فصل وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا الخر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحرين والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك هامش أي إذا لم يكن الغلط كثيرا بحيث يغلب على اسمه انتهى الهامش ونعود إلى النص ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا ثم في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثة المشكل فلا يحرم شيئا الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ في ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين فصارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد وإن لم تكن الطفلة امرأة وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة وإن رضعت إحدى وإن رضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فأرضعت فارتضعت منها خمس رضاعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع إن فسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الخرة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول إن فسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاحا فسخا منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك فصل وإن أسلم الخر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن باب الشروط في النكاح إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها باب العيوب التي ينفسخ بها النكاح متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما هامش والمسلول والمصاب بالداء الأفرنجي لا يقل ضرارهما عن الأبرص والمجذوم ومرضهما يورث بشهادة الأطباء انتهى الهامش ونعود إلى النص أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصلها أجل ثنة منذ ترافعه فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه فصل وإن عتقت المرأة وزوجها عبدا خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم فإن أعتق فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها كتاب الصداق وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه أو رده أو أخذ قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته فصل فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميرات وعليها العدة وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في برغ بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميرات وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيط فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط بها يسقط بها مهرها وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو وهي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم يتغير أو لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد وإن تلفا فلها نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمنه باب معاشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب عليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله وحق عليها أن تسلم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقت لها عليه فصل ولها عليه المبيت عندها لي ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر وإن أصابتها في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ أمر بالطلاق فإن طلق وإن لا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعمادة الليل فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وللمرأة أنتهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا وإن أحبت السيب أن يقيم عندها سبعا فعلا وقضاهن للبواقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على أهلك وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي انتهى الوجه الأول فصل ويستحب التستر عند الجمع وأن يقول ما رواه ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا فصل وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراض فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما باب الخل وإذا كانت المرأة مبغضة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلخقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده أو أخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو خرا فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بدل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال كتاب الطلاق ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل ولا السكران ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته خرة أو أمة فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائط فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يبعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها أن تطهر للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن قالت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها وإن قال لها أن تطهر للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطل حتى يصيبها أو تحيض فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة وللأول البدعة طلقت في الحال باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عذاه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينوه فلو قيل له ألك امرأة قال لا نوى الكذب لم تطلق فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو باء أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها وما وما عدا هذا هامش كقوله خرجي واذهبي وذوقي وخليتك ونحوها وهذه كناية خفية وأما أنت خلية وما بعدها فهي كناية ظاهرة انتهى الهامش ونعود إلى النص وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ باب تعليق الطلاق بالشرط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو إن ملكتها فهي خرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق وأدوات الشرط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكل ما وليس فيها ما يقتض التكرار إلا كل ما وكل ما إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وإن قال كل ما قمت فأنت طالق طلقت كل ما قامت وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلق كفأ أنت طالق كانت على التراغ إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وسائر الأدوات على الفور فإذا قال متى لم أطلق كفأ أنت طالق متى لم أطلق كفأ أنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال وإن قال كل ما لم أطلق كفأ أنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإن قال كل ما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق فإن قالت قد حط فكذبها طلقت وإن قال قد حط وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن حط فأنت وضرتك فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والإثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كل ما طلقتك فأنت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشباه ذلك هذا لم يقع بها الا واحدة وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنا على اليقين وان قال لنسائه احدا كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة وان طلق جزءا من امرأته مشاعة او معينة كاصبعها او يدها طلقت كلها الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة باب الرجعة اذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدى انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها وان وطأها كان رجعة والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطأها والخلوة والسفر بها واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت على ما بقي من طلاقها وان اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنة وان ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه قد راجعها في عدتها فانكرت فالقول قولها وان كانت له بينة خكم له بها فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن اولاة الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان الثاني التي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء الثالث المطلقات من ذوات القرؤ يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ وعدة الامة حيضتان الرابع اللاء يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحضن والامة شهران ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فانها تربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات واذا عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني المفقود الذي فقد في مهلكه او من بين اهله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافة فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر باب الاحداد وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والقحل بالاثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب هامش اي الا الثوب المصبوغ بالعصب والعصب نبت باليمن تصبغ به الثياب انتهى الهامش ونعود الى النص ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قصط او اغفار هامش يعني شيئا يسيرا والقصط والاغفار نوعان من البخور انتهى الهامش ونعود الى النص وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وان تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها باب نفقة المعتدات وهي ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها انساكها فلها النفقة والسكنة ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وان اسلمت امرأة الكافر وارتد زوج المسلم بعد الدخول فلها نفقة العدة الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا وان لا فلا الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى باب استبراء الاماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزوجها حتى يستبرئها الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللائي لم يحضن او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه كتاب الظهار وهو ان يقول لامرأته انت عليك ظهر امي او من تحرم عليه على التأذيد او يقول انت عليك ابي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة ومن ظاهر من امرأته مرارا لم يكفر فكفارة واحدة وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام كتاب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن وان كانت ذنية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت بهم رأتي هذه من الزنا ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة هامش يعني ان اللعنة موجبة للعذاب انتهى الهامش ونعود الى النص وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابا الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت بهم رأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فان ابت الا ان تتم فالتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن اقرب او وجد منهما يدل على الاقرار لما روى ابن عمر ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لأقل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لأقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين او الخصي المجبوب لم يلحقه فصل واذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ رجلان شريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد او ادعى نسب مجهول نسب رجلان ارى القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه منهما هامش القافة واحدهم قائف وهو الذي يلحق كل انسان باصله انتهى الهامش ونعود الى الاصل وان الحقوه بها لحق بها وان اشكل امره او تعارض امر القافة او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما ولا يقبل قول القائف الا ان يكون عدلا مجربا في الاصابة انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب باب الحضانة احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها وان علونا ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة متزوجة لاجنبي من الطفل فان زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعته على قدر ميراثهم منه باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة لوالديه وان علوا اولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيد اذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا الابن فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليهم من مؤونة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك اولم ولو بشاه والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجئ حب ان يطعم دعا وانصرف والنثار هامش النثار هو رمي الفلوس على الحاضرين فمن وقع في يده شيء فهو له وانما كرها لانه دناء وسخف وربما جر الى النزاع والفتنة انتهى الهامش ونعود الى النص والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وان قسم على الحاضرين كان اولى باب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملء الكث منه حرام وان تخللت الخمر هامش تخللت اي صارت بنفسها فتطهر اما اذا فعل ذلك بها لم تطهر انتهى الهامش ونعود الى النص وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر فصل والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفضع والتمساح واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الابقع هامش يعني الذي فيه سواد وبيض انتهى الهامش ونعود الى النص وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونخوها الا اليربوع والضب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام هو قال لا وما عدا هذا مباح ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البحر فلا يحل حتى يذكى الا السرطان ونحوه هامش السرطان من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر وانما ابيح بدون ذكاة لانه لا ذم فيه والمقصود بالذكاة اخراج الدم انتهى الهامش ونعود الى النص ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة الا الجراد وشبهه والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينخر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة في الصيد ان كان ماطقا وان كان اخرس اشار الى السماء فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان تركها ساهيا حلث وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعه لم يحل وان صاد بالمعراض اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حلا فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمرين ولا تبقى الحياة مع قطعه الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابينت حشوته هامش الحشوة ما في البطن من كبد وطحال وكرش ونحوها وابينت قطعت انتهى الهامش ونعود الى النص فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابينت حشوته لم يحل الى الذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك حل لما روا كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام لما روا ابو رافع ان بعيرا ندى فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده ثمات به احل اكله كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثا في الذكاة والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر الثاني ان يرسل الصائد الالة فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيد به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل لما روا عدي ابن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاه فان اكلث فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري ما اقتله او قتله سهمك باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا مخرما فله ان يأكل منهما يسد رمقه وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه منه اخذه قهرا وضمنه له متى قدر فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطشه ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد ماء عن غيرها باب النذري من نذر تعطاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فان كان لا يطيقها كشيخ النذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجز المشي الا في حج او عمرة فان عجز عن المشي ركبة وان نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر هامش يعني كفارة يمين انتهى الهامش ونعود الى المصر وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وان تركه لغير عذر وجب استئنافه وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال وان نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب الا ان ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كثارة يمين باب الايمان ومن حلف ان لا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد اليها كقوله في عرض حديثه لا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكثير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة وان حلف ايمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها وان تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غداءا بعينه اختصت يمينه به وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنثا وان حلفا ليقتضينه حقه غدا يريد ان لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر منها لم يحنث اذا اراد ان لا ينقصه عن مئة وان حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها به وان حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها وان حلف لا يضربنها عشرة اصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه وان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحمث الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرياوية والضعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب ذابه فيمينه على الخيل والبغال والحمير واذا حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي وان حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره وان حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وان حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه والادم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وان حلف لا يسكن دارا تناول ما سمي سكنا فان كان ساكنا بها فاقام بعد ما امكنه الخروج منها حنث وان اقام لنقل قماشه او كان ليلا فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امنا لا يحنى باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث او تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ورويا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو اعتق نصف رقبة اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزه ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصيام من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخاذم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام احدها العمد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير او تكريره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقه ثم او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به او نحو ذلك قاصدا عالما بكون المقتول ادميا معصوما فهذا يخير الوالي فيه بين القواد والديه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه وان صالح القاتل على القواد باكثر من دية جازة الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قواد فيه ودية على العاقلة الثالث الخطأ وهو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب في قتله بحفر بئر او نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربية او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية لقول الله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة باب شروط وجوب القصاص واستيفائه ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون فلا قصاصا عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا مخصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذني بالذني ويقتل الذني بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع ان لا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استيفاءه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزاء ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفاءه فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاءه فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في ثركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منه في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها انتهى الوجه الاول فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها العفو عنه او عن بعضه فان عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وان كان العفو على مال فله حقه من الدية وان لا فليس له الا الثواب الثاني ان يورث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في فركته ولو قتل واحد اثنين ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وان تشاح في الاستيفاء قتل بالاول وللثاني الدية فان سقط قصاص الاول فلاولياء الثاني استيفاءه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأته للقتيل او العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القواد على واحد منهم وان اكره رجل وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما من القوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الدية استوياء فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قدمه او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وان امر من يعلم تحريم القتل فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه او لا يميز فالقصاص على الامر وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت باب القواد في الجروح يجب القواد في كل عضو بمثله فتأخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجثن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله وكذلك كل ما امكان القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة وهو الوهي التي وصلها الى العظم فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس الا الموضحة الا ان يرضى مما فوق الموضحة بموضحة ولا قود في الانف الا من المارن وهو ما لان منه هامش والمارن رأس الانف ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تأخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها ولا تأخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها ولا تأخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتأخذ الناقصة بالكاملة والشلاء والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف فصل واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله بقدر الاجزاء يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وان اخذ اديته اخذ بالقصط منها وان كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ ولا سراية القواد مهدرة وسراية الجناية مبونة بالقصاص والديه الا ان يستوفي قصاصها قبل برؤها فيسقط ضمانها كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف ذرهم او مئة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذع واربعون خلفه وهي الحوامل وتكون حالة في مال القاتل وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وكذلك وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك الا انها عشرون بنت مخاب وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية فاذا زادت صارت على النصف ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف ودية العبد والامة قيمتها بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين اذا سقط ميتا غرة عبد او امه قيمتها خمس خمس من الابل موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضلث على القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجز ولاؤه بعدها فصل وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيل باقل الامرين من ارشها او قيمته وذية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدرل الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه وكذلك في كل واحد من صعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجيه وخديه واصطلاق بوله او غائطه وقرع رأسه ولحياته دية هامش اي سيرورة رأسه اقرع اي لا ينبت شعرا انتهى الهامش ونعود الى النص وما فيه منه شيئان ففيه مدية وفي احدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والانثيين والاسكتين هامش الاسكتان هما شفراء فرج المرأة هو الرجلين وفي الاجفان الاربعة الديه وفي اهدابها الديه وفي كل واحد ربعها فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة وفي اصابع اليدين الديه وفي اصابع الرجلين الديه وفي كل اصبع عشر عشرها وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام في كل انملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد وفي مارن الانثي وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفات الذكر وما ظهر من السن وتسويد هادية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب منديته وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعينين ولسان الاخرس والعين والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة وفي الاشل من الانف والاذن وانف الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة باب الشجاج وغيرها الشجاج هو جروح الرأس والوجه وهي تسة اولها الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر من هدم ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال هامش اي لا تحديد لديتها انتهى الهامش ونعود الى النص ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كان عمدا ثم الهاشمة ما وهي الذي الى وهي قوضي 무슨 عظم وفيها وه arriving وفيها aucoup محابكة ثم المامومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائثة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان وفي الضلع بعير وفي الثلقوتين بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة وما عدا هذا مما لا مقدر فيه وهو في معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما مقص من قيمته فله بقصته من الديا إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها باب كفارة القتل ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحذير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة وذية صاحبه على عاقلته وإن كانا فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقائد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا على عاقلته وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابل قتله وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباق الدية في أموال الباقين باب القسامة رواس أهل ابن أبي حتمة ورافع ابن خديج أن محيصة وعبد لعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمرا لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فواده النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن كلوف عليه مدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فذاه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ كتاب الحدود ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط فصل وتضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يضرأ لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغف فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة هامش الضغف هو عذق النخلة انتهى الهامش ونعود إلى النص فصل وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف وتدرع الحدود بالشبهات ولو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لوالده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل أو مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد فصل ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج ولكن لا يبايع ولا يشار وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وإن أتى حدا في الغزوي لم يستوف حلم يستوف حتى يخرج من دار الحرب باب حد الزنى من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم والمخصن هو الخر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح ولا يثبت الزناء إلا بأحد أمرين إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزناء ويجيؤون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد باب حد القذف ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمخصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيد ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وسواء كان عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله إلا أن يطأ جارية امرأة إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مئة باب حد السرقة ومن سرق وضع دينار من العين أو ثلاثة ذراهم من الورق أو ما يساوي أحدها من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت هامش الحسم هو غمس اليد بعد قطعها في زيت مغلي لتشتد العروق وينقطع الدم انتهى الهامش ونعود إلى النص فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبثا ولا يقطع غير يد ورجل ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا تقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجده اليسرى في مقام واحد وحسمة ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه قدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها فصل ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو الشهيد وعلى قائمه ضمانه ومن صالك عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص شقوق الباب أو نحوه فخذفه بحصات فافق عينه فلا ضمان عليه وإن عض إنسان يده انتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان باب قتال الباغين وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته وعن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم في ذفعهم بأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الخرب من نفس أو مال وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو إخراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم ولا ينقص من حكم حاكمهم إلا ما ينقص من حكم غيره باب حكم المرتب ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيث ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أركان الإسلام أو خل مخرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمخرمات فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه ومن تثبت ردته فأسلم قبل منه ويكفي إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله إلا أن يكون كفره بجحده نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بوعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر أولادهما انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب كتاب الجهاد وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصفة أو حضر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزى مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتنام الرباط أربعون يوما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طائنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلث أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به إلا الطعام والعلث فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه فضل رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته ويجوز ثبيت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فام ولا زمن هامش الزمن الذي فيه عاهة أو علة لا يرجى زوالها انتهى الهامش ونعود إلى النص ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسد به على آخذه وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغير شيء رده ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به باب الأنفال وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من لباس وخلي وسلاح وفرسه بآلتها وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأقوع يوم ذي قرد سهم ثارس وراجل ونثله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غز العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يوخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغيره ولا بيعه الثاني سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعد ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقض الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش اسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمه وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤن الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأفخابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حفظ الأنثيين وسهم لليتام الفقراء وسهم للمساكين ثم يخرج باقي الأنثال والرضخة ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لذابة غير الخير فصل وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو في يصرف في مصالح المسلمين ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بغير بعد الخمس باب الأمام ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو ذلك فقد أمنه ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوثاء لهم فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوثاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم فصل وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى المصلحة فيها ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر على ذلك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه باب الجزية ولا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة ومتى طلبوا ذلك لزمهم إجابتهم وحرم قتالهم وتأخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنى عشر درهما ولا جزية على صدي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا ثقير عاجز عنها ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفته الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيثاء الرأي ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعابه فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده وإن كان عينا ذكر حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول فإن أقر حكما للمدعي وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينه فإن قال نعم وأقامها حكم بها وإن لم تكن له بينه قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لابدعا قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وإنك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له وإنك لأيضا صرفهما وإن كان لكل واحد منهما بينه حكم بها للمدعي فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصر وفيها قام مقام وفيها قام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا الثاني أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينه حكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينه أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصها ولا بينه قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان قكم بها لمدعي الكل الثالث أن تكون في يدي غيرهما فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا ولأحدهما بينه فهي له وإن لم يكن لهما بينه أو لكل واحد منهما بينه استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها باب في تعارض الدعاوى إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زر لأحدهما فهي له وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه يكمل عليه وإن لم يعرف أصل دينه فالمراث للمسلم وإن كانت لهما بينتان فكذلك وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران أعتق كله ولا ولاء لهما عليه وإن كان أحدهما موسرا والآخر موسرا عتق نصيب الموسر وحده وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه وإن ادعى واحد من الموسرين أنه أعتقه هامش أي أن صاحبه أعتق العبد تحالفا انتهى الهامش ونعود إلى النص تحالفا وكان ولاءه بينهما وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي متساوي القيمة لا مال له سواهما فأقر لبنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثا هامش لأنه لا يصح للإنسان أن يتصرف في ماله في مرض موته بأكثر من الثلث إلا انتهى الهامش ونعود إلى النص إن لم يجيزا عتقه كله وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقامة عينه باب خكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينه ومتى حكم على الغائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولاني قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص باب القسمة وهي نوعان قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبتت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينه والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيده فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها والقسمة إفراز والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان من رب الوقف جاز وإن عدلت الأجزاء أقرع أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له وألزن بذلك ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه كتاب الشهابات تحمل الشهابات وأداؤها فرض كفاية وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الآية والمشهود عليه أربعة أقسام أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والكصاص فالنكاح كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والكصاص وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الأخي وشهادة الأخي لأخيه والصديق لصديقه وشهادة الأصم على المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخي ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد شهد علي وما تظاهرت به الأخبار وما استقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصص وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي ولا زائل عقل ولا أخرص ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها شر ولا شهادة والد وإن على لولده ولا سيد لعبده ولا مكاتبة ولا شهادته ما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا معروعة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين كضي له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحد وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها فصل ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والكصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا أبية وأرشى الجرح باب اليمين في الدعاوة اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والأيمان كلها على البت هامش البت هو القطع والجزم فإذا أراد نفي فعل عن نفسه فلابد أن يقول والله إن هذا لم يقع وأما إذا أراد نفي فعل غيره فيقول والله إني لا أعلم أن على فلان كذا وكذا انتهى الهامش ونعود إلى النص والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلث المفلس أو ورثة الميت ثبت وإن لم يحلث فبذل الغرماء اليمين لم يستحلف وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات انتهى الوجه الأول باب الإقرار وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به ومن أقر بضراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناءه وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعه لم يقبل قوله ومن أقر بضراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المكر له إلا أن يصدقه المكر له في أقل منها ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله فصل ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به وإن أقر بمال لم يقبل إقراره وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه ويصح إقرار المريض بالدين الأجنبي ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين ومئتي ذرهم فأقر أحدهما بمئة دينار على أبيه لزمه خمسون ذرهما فإن كان عدلا وشهد بها فللغرين أن يحلث مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الإبن فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني وإن كان الأول ادعاها فصدقه الإبن ثم ادعاها آخر فصدقه الإبن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره تم الكتاب والحمد لله رب العالمين ورسل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نبدأ الآن في تسجيل كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة تأليف الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز من منشورات دار الثقافة الإسلامية بالرياض بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صفوة خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تطهير النفس من الهوى وتزكيتها من الشهوة وعبودية الدنيا هو منبع الخير والفضيلة ولذا فقد حرص الإسلام على تربية الضمير وتحرير الوجدان وغسل النفس من الأدران ووضع لذلك منهاجا تربويا تعبوذية أساسه العقيدة الصافية النظيفة والعبادة الخالصة الصحيحة التي تنهل من الكتاب والسنة والعبادات في الإسلام وإن تعددت مظاهرها وأشكالها إلا أنها تهدف إلى حقيقة واحدة وهي توجيه جهد الفرض ومواهبه وإمكانياته الوجهة الصالحة المفيدة على أساس من مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن فالشهادة لله بالوحدانية والتوجه إليه وحده بالأعمال والطاعات وأنواع القرب تهدم جميع أنواع الطواغيط البشرية والحجرية وتقتلع جرثومة الفساد والشر من النفس فلا خنوع ولا ذل ولا تقديس إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والعبادة تارة تزكي النفس من آثار الشح والطمع ببذل المال للمحتاجين كما هو الحال في فريضة الزكاة وتارة بامتثال البدن وخضوع الجوارح واستسلام القلب مع الخشية واللذة والمناجاة كما هو في الصلاة وتارة أخرى بقهر النفس وضبط الأعصاب وتقوية الإرادة على الصبر على الجوع والعطش والإمساك عن سائر المشتهيات والشهوات كما في الصيام ولكن الحج وحده هذا النسك العظيم والركن القوين والشعار الجميل الذي يجمع المسلمين من كل حدد وصوق يذكر اسم الله ويشهد منافع لهم قد جمع كل مظاهر العبادة من بدنية وروحية ومالية ففيه يبذل الحاج ما له وهو ثمرة جهده وحصيلة كده طائعا مختارا وفرحا مستبشرا بما عند الله من حسن الثواب والمآب وفي الحج وفي طريقه إليه إلى بيت الله الحرام يقتحم الأخطار ويتجشن الصعوبات ويتحمل المشقات غير مكترث بوعثاء السفر ومفارقة الديار والأحبة والبعد عن الأهل والمال والولد حتى يحط رحله حيث مصدر الإلهام وما هو الفؤاد مكة المكرمة بلد الله الحرام وهناك في بيت الله العتيق وأمام الكعبة المشرفة وبين يديه سبحانه نعيم القلب ومسراه وبهجة الروح والنظر ولذة المناجاة ومبعث الأمل آه لو تدبر المسلمون مغزى هذا النسك ومرماه وأدوا هذه الشعيرة بقلوب خالصة وطريقة صحيحة لكان هذا الموسم لكان هذا الموسم العظيم نقطة انطلاق وتحول في حياتهم وهذه رسالة بين أيديهم توضح لهم هذه العبادة بأسلوب علمي واضح وتوجيهات رشيدة جزى الله مؤلفها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن داز عنا كل خير محمد رشدي بن مصطفى مفتي مدير دار الثقافة الإسلامية الرياض في 28 عشر سنة 1380 مقدمة الطبعة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعبه أما بعض فهذا منسك مختصر يشتمل على إضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الأولى من نحو عشر سنين على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه ثم إني بصدت مسائله بعض البصد وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وسميته التحقيق والإضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة أسأل الله أن يعمي من نفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المؤلف عبد العزيز بن عبد الله آل باز الأثري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضه وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة على سبيل الاختصار والإضاح قد تحريت فيها ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين النهو للناس ولا تكتمونه الآية وقوله تعالى وتعاونوا على البرج والتقوى وبما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وروا الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله وإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم والله المسؤول والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل فصل إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروا سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى وإله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم وقد وردت أحاديث فدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرايل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتعتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني هذا بإسناد ثابت صحيح ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فصل إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن ينصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من نال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وروا التبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه ناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك فناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ويجب على الحاج أن يقصب بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من أن يقصب بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مبحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحضر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتذبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإثراط في المزح ويصون لسانه أيضا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين وينبغي له بذل نداه في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة فصل فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل وتطيب كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائب أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس ويتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء ذلك ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لألا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختام والاستحداد وقص الشارب وقلم الأغفار ونتفو الآباط وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأغفار ونتفو الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة وأخرجه النسائي بالأفض وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلغض النسائي وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحاء وأخفوا الشوارب وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حز الشوارب وأرخوا اللحاء خالفوا المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يلبس الذكر إزارا ورداءا ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وأما تخصيص بعض أخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر دون غيره فلا أصل له ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وإن كانت نيته الحجة قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات فلا ينبغي له أن يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه المرضيين علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أخرجه مسلم في صحيحه تعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفى وطاف بين الصفى والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء خرم عليه بالإحرام أخي الكريم كان هذا جزءا من كتاب الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر